سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر خلق الحياة كما أراد يفصل الآيات في أكوانه ويدبر آيات ربك يطمئن ويهتدي بظهورها القلب النقي الأطهر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد أبدا بها أرض وتطوى أبحر سبحان رب العرش جل جلاله عما يقول العابث المستهتر سبحان من سمت السماء وزانها للناظرين بما يروق ويبهر سبحان من أرسل جبال فلم تميد ونستهديه ونستخرر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يرضي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد نواصل في المحاضرة السادسة الحديث عن علم التوحيد وأنواعه وتصنفاته محاضرة الليلة فيها بعض النقاط التي تتطلب الكركيز سنتحدث بإذن الله تعالى عن المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا المصطلحات التي تدل على علم التوحيد صدى الصوت شوية وأن الله يبارك فيكم خلوا الصوت كده يبقى عالي كوي الصوت واضح مسموع طيب مفهوم الألوهية بين السلف ومخالفين تصنيف التوحيد إلى نوعين والمصطلحات التي أطلقت على كل نوع البحث المطلوب إن شاء الله عز وجل أيه قال للصدق خالص أو شينه نحن نصوط عالي كويس كده الله يبقى فيه جزاق الله خير يا شكرا البحث المطلوب إن شاء الله في هذه المحاضرة تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك طبعا بننبه على التعريفات والأحاديث التي وردت في المحاضرة السادسة إن شاء الله اللي حتاري بيعني الرجوع في البحث ممكن إلى كتاب المختصر المفيد في علم التصنيف التوحيد أو يرجع إلى موسوعة العقائد لمن أراد المزيد بداية من هذه المحاضرة بإذن الله تعالى حيب الكلام أكثر علميا أو صبغة علمية تحتاج إلى كبكيس يعني المحاضرات الماضية كلها كانت ضرورية لضبط المنطق والفطرة العقلية والفطرة الإيمانية في جميع طلاب العلم ثم نبدأ بعد ذلك الحديث عن المنهج العلمي عشان نقول أنت درست علم التوحيد الأول إيه المقصود بعلم التوحيد أو التوحيد توحيد من ناحية اللغة مصدر وحده يوحده أي أفرد الشيء يفرده أصل التوحيد معنى الإفراد التوحيد في أصله معنى إيه؟ الإفراد إفراد إيه؟ إفراد شيء بشيء عن شيء يعني أفرده مثلا نقول إنسانا عن باقي الإنسانية بشيء يتميز به بوصف ينفرد به كده يبقى توحيد فالمتوحيد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره كلمة مباين يعني منفصل عن أقل موزيه لا متميز عنه منفرد عنه أصل كلمة التوحيد كده والمقصود بتوحيد الصحابة لربهم أنهم أفردوا الله عز وجل عن غيره أفردوه عن سائر الخم بماذا؟ بما ثبت له من أنواع الكمال في العبودية والربوبية والأسماء والصفاء هو سبحانه وتعالى رب العالمين وهو المستحق للعبادة وحده يعني ما فيش واحد تاني يحق له أن يعبد من دون الله لهذا الاستحقاق خاص برب العزة والجلال إياك نعبد وإياك نستعي وربنا سبحانه وتعالى أيضا هو المنفرد بأسمائه وأوصافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو أيضا المنفرد بالخلق والتدبير والتقدير كما قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء موكيم هذا وصف ربنا تبارك وتعالى ولن تجد هذا الوصف سواء يبقى لما نجي نتكلم عن علم التوحيد في الاستلاح استلاحا تحفظوه هذا التعريف عشان لما واحد يكلمك إيه هو علم التوحيد تستطيع من خلال هذا التعريف أن تضبط معنى علم التوحيد نقول علم التوحيد احفظوا معايا بقى هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية يبقى العلم دي احنا عايزين نعرف من خلاله طريقة مين اللهم خير الكروه لأن في تعريفات كتير قالوا في علم التوحيد لكن أنقى ما يمكن أن يقال ويعبر عن منهج الصحابة وإحنا خصنا الصحابة بالذكر على أساس أن يكون العقيدة صافية نقية كما كان عليها أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبقى هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية إن هو ذا التوحيد فعلا الذي من أدله نزلت الكتب وأرسلت الرسل يبقى هذا الوقت هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية العقائد الإيمانية المقصود بما يعتقده الشخص في باب الغذية في كل ما جاءنا عن رب العزة والجلال من أخبار كل ما أخبر به رب العزة والجلال أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أن أدل الوقت تاني هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية الأول النقلية وتاني لحظة هنا نقدم النقل على العقل يعني نحن نبغيش العقل أنه هو يثبت هذه العقائد بس ليؤيد بها النقل لا ليعارض بها النقل يعني الواحد يستخدم عقله نعم لخدمة كتاب الله لا ليعارض كتاب الله ويجعل كتاب الله على ما يره هو بعقله أقول لك نأخذ هذا ورد هذا زي ما شفنا في المنهج العقلي والجهن صفوان والمعتزلة وما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية لا يبقى احنا من خلال علم التوحيد بنعرف أو نتعرف على طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية هتقول العقلية والنقلية تقول ايه النقلية والعقلية طب بس كده لا في حاجة كمان والرد على المبتدعين في العبادات اللي هو في باب الأوامر فاكرين الأوامر التكليفية لو واحد قدم عقله على كتاب الله حيبتدع في دين الله فذا الرد عليه والرد عليه على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية يبقى مين بقى يقول التعريف مش حينفع ما تجيبون لها كاسة ولا حاجة كي كبات مية الله يكرمكم جو حر وأنا جاعة مش حنقول عصير علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين علم يعرف به طريقة الصحابة كلها حول وراك والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبته العقائد الإيمانية بالأدلة النقلية والعقلية والرد عليه على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية يريد الله بريك فيكم التعريف ليه لأننا اخترت التعريف من مجموع التعريفات كثيرة جدا جدا تحدث عنها المتكلمون وكثير ممن خابوا في علم الكلام لكن أردنا التعريف المعبر فعلا ويتطابق صدقا مع واقع الحال اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ما حستوا التعريف حتلوه فعلا دقيق في التعبير عن علم التوحيد اللي هو يعبر عن دين الإسلام فعلا علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية ما هي يعني ولا هي ها هي وكيد حصير لزاك الله خيرا وستقاك الله من شراب الجنة وجميع المستمعين لا كفاية لا بس عساسي الواحد يعرفي بس ايه باشي الكلام حبر الفش يعني يلا يا شخصي راح ولا لس كالله الله يسمحوا أنه كل ما اشتري آلم ياخد الآلم ويضيعهم المسترحات التي تدل نعرفنا لوقت علم التوحيد تعرفنا عليه كويس تعريف ده كان يجي سؤال في الاختبار أو يجي عليه أسئلة نتحدث الآن عن المصطلحات اللي أطلقت على علم التوحيد عبر التاريخ الإسلام بحيفه لو أنك قرأت في كتاب وسمعت هذا الإصطلاح حيما تعرف أن المقصود هنا علم اللي هي التوحيد إلى أول حكاية علم التوحيد هدو يعني علم التوحيد كان معروف كعلم في أيام الصحابة والتابعين يعني هل الصحابة كانوا يعرفون أو العلوم دي ممكن واحد يقول لك العلوم علم الحديث وعلم الفقه ووصول الفقه وعلم اللغة وعلم التفسير وعلم القراءات والعلوم هذه ما كانتش معروفة فيا من نبع السلام إحنا محتاجين الكلام ده ليه سؤال يعني جميع العلوم جاءت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها أوصول دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل علم العلوم لازم نشوف مستند الشرعي ده جه من إيه هل فيه مستند ورد في الوحي يدعونا إلى أن ننشئ علما كاملا ونقوم على خدمته تحت مسمى مثلا علم التوحيد أو علم الفقه أو علم الحديث يعني الحاجات دي مهمة جدا أن الواحد يعرفه أصل العلوم دي إيه وهل فيه مستند شرعي وجوزوا لك أن تقوم في الدين بهذا العلم وتنشيه أنه يقول لك العلوم اللي تكلموا عنها دي مستحدة ومن الآن التوحيد نوعين أو ثلاثة علم التوحيد دي أول ما كانوا ما يعرفوش الكلام دي نقول له لا إحنا نبحث في الشرع وده اللي إحنا عايزين نرضي عن المستند الشرعي الذي يخولنا في أن ننشئ علما كاملا نخدم به كتاب الله عز وجل والغريب في الأمر إن أنا بحثت عن كل العلوم فوجدت لها أصلا في الشرع كما سنرى يعني واحد أقول لك مثلا إيه علم التوحيد بالنص قيد مستند إيه مستند إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاز بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى طب معاز حيروح يدعوهم إلى علم التوحيد مش المفروض يكون معاز مؤهل وعلى قمة العلم اللي يقدر أن يدعو به هؤلاء خسن رأى عند قوم من أهل الكتاب يبقى إذن هو خبير في علم التوحيد وإلا ما أرسله رسول الله فصل والنص هنا على علم التوحيد بالإس والمقصود بالتوحيد هنا توحيد العبادة زي ما حنشوف بعد قليل ليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الرواية تعددت مرة يقول فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله وفي رواية تانية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله يبقى نفهم من مجموع الحديثين إن المقصود هنا توحيد إيه أسمع توحيد العبادة إذا المصطلح توحيد العبادة كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جاهز من الأول يا شيخ طهار والله جاهز بالله والله جاهز بالله والله وبعدين يتجاه التلاتة يعني عشان نقول لا لا هل تدعوه للشخصية ربنا برجا شكرا بعد إذن إخواني أنا عنده واحدة مديلة يعني اللي حيجاوب حتى قاله يبقى مصطلح توحيد العبادة محدث ولا هذا أو أنشأ محمد بن عبد الواب زي ما بقولهم ولا ابن تيمية ولا ده أصلا نص نبوي فاللي يقول لك إن توحيد العبادة ده ما كانت معروف عن السلف الصالح أقول له الله يسمحك إن تقرأ أكتب البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى يبقى مصطلح توحيد العبادة لو قام بعد ذلك أناس خدموا علم التوحيد وتوحيد العبادة وتحدثوا عنه بكل ما استطاع يبقى لدعاهم إلى ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك تبع علم الحديث اللي يكلموا فيه في الجرح والتعديل والحفاظ على سنة ربا سلم في نقلها والتثبت من نقلها برواية العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شدود ولا علا يقول لك الصحابة ما كان يشعر في الكلام نقول له لا اسمع بقى علم الحديث أنشأوه اسما ورسما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرك كلمة حدثوا يبقى لما يقوم العلماء بوضع علم لنقل الحديث عن رسول الله وضبطه صلى الله عليه وسلم يبقى هؤلاء لهم مستنى شرعه اللي جوز لهم هذا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وحي يقول لك علم الفق موجود مستند في الدين الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقيه في الدين فالفقه في الدين هو مستند شرعه وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين يبقى علم الفقه وصول الفقه علم شرعه اللي هو مستند شرعي موجود في الشرع واحد يقول مثلا علم زي علم اللغة ربنا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربية يبقى لازم نبحث اللغة العربية اللي نفهم دها كلام الله عز وجل جميع العلوم الشرعية لها مستند اللي علم واحد بس علم التصوف ده ما له السند خاضر صحيح أنا بحثت وتستطيع الربوع إلى كتاب أنا عملته اسمه التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة لأننا نحن نبحث عن المصطلحات فكلمة التصوف دي جات من إيه هل فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه إلى التصوف فبقلوا التصوف من الصوف طب لما نجي نرجع لدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصوف الرسول ما كانش بيحب الصوف أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحبرة وده أكتوب مصنوع من البردة مصنوع من القطنة والكتال القطن المصري ده اللي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصوف قولك الرسول كان ده لبس الأنبياء تبقى كده ودور في الصنة طيب حيقولوا جابوها من الصف الأول قالوا نسبة للصف الأول الصوفية يقولون ومن آدابهم أنهم لا يحبون الصلاة في جماعة ولا الحرص على الصف الأول بنص كلام هم هم في كتاب اللومة على السراج الطوس ليه يقول لك اصلا الناس بتزدحم علشان تصنف الصف الأول طلبا للأجل والعوام وهم يعبدون الله لا طمعا في جنتي ولا خوف من نار يبقى يروح يصنف الصف الأول ليه يبقى يقول لك نسبة للصف الأول بيكذبوا على أنفسهم طب منين هتقول لك من الصفاء والنقاء ما نقول شو صوفي نقول صافي لو كان من الصفاء ولو كان لأهل الصفاء نقول صوفي من الصوفي أخي بلك ازاي العلم الوحيد اللي ما نوش مستند شرعي هو علم التصوير هتقول لعلم الأخلاق ما نسميه أخلاق هتقوله أهل الإحسان فأهل الإحسان معروف أن تعبد الله كأنك ترى وهؤلاء وناس من المسلمين ومن وصل إلى الدرجات العلية من المسلمين ما سمهوش النبي على السلام الصوفي لأن أولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن جميع العلم لها مستند شرعي أنا حبيتها لكم اللي عايز يرجع بالتفصيل كتاب التصوف هالله أصل بكتاب السنة فيه بسط وشرح لهذا الموضوع نرجع بقى يبقى أول العلوم التي أطلقت على هذا العلم اسمه علم التوحيد علم إيه؟ التوحيد نشوف بقى علم التوحيد ده استمر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بهذا الإصطلاح أهل العلم تتابعوا عبر الكرون المختلفة على أن يؤلفوا في هذا الفن تحت مسمى علم التوحيد سواء كانوا من السلف أو حتى من المخالفين هنضرب أمثلة طبعاً لما واحد يقول لك علم التوحيد ده كان معروفة يا من النبي عليه الصلاة والسلام تقول له إيه الوقت معروف ولا مش معروف الدليل حديث معان فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله والمقصود بالتوحيد إنه توحيد إيه؟ العبودية أو توحيد العباد عظيم الإمام أبو بكر محمد عمد إصحاق عمد خزين عمد خزين له كتاب اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب خلي بالك وسمه كتاب التوحيد هو عمد خزين ممت سنة تلتمية وإحداشر تلتمية وإحداشر دي الفترة اللي كان متواجد فيها آثار مذهب المعتزلة المعتزلة لما سيطر على الجادة الإسلامية استمر أثر المعتزلة اللي لهم الأصل الأول اسمه إيه؟ فاكرين رسول المعتزلة عن نسيتهم؟ نحن عايزين ندرس رسول الخمسة عند المعتزل عدوهم التوحيد العدل المنزلة بين المنزلتين إنفاز الوعيد أمر معروف؟ نعم الممكن فأول أصل عنهم التوحيد اللي خلفوا به منهج السلف الصالح فالسلف مش حيزكت يقول لك لا التوحيد وإفباد صفات الرب يعني مش التوحيد تنفي صفات الرب خلي بالك الكتاب معمول عشان يرد على مين؟ عن المعتزلة إن كل اللي حنقوله دلوقتي حنفسر لك بقى التوحيد ظهر معيني ازاي وثلاثة ازاي وازاي الكلام ده حصر عشان تفهموا الحقيق وازاي ما واحدوا لك لا إيه اللي التوحيد يتكلموا عنه ربوبية وألوهية وأسماءه الصفات ده تسليس تسليس يا راجل عب عليك كده عب والله إنما تقول في عقيدة أصحاب محمس عسلم إن التوحيد بالطريقة دي وعايزنا نأخذ التوحيد بالنظام التسليسي اللي انت عاملوا انت حتشوفوا الكلام ده بس تصبروا شوي نرجع لموضوعنا يبقى من المصطلحات اللي أطلقت على هذا العلم علم إيه؟ التوحيد أما أقول لك اذكر لي مثال للكتب اللي ذكرت باسم علم التوحيد تقول لكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بتاع مين مات سنة كان 311 طيب برضو فيه واحد تاني جي من الأشعرية أو الماتريدية وألف كتاب في التوحيد بس على طريقة المعتزلة طريقة المتكلمين اللي هو كتاب التوحيد بس بتاع مين؟ تعقى بمنصور ما تريد في نفس الفترة 333 هجري يبقى كان فيه على السلف بيتكلم في التوحيد وعلى منهج الخلف برضو بيتكلم على التوحيد اللي عنده المعتزلة شايفين يبقى فيه كتاب التوحيد لأبي منصور ما تريد ده ما تقرأش فيه إلا ما تدرس أصول الاعتقاد إحنا ما بنحذرش من حد أنه هو يقرأ في أي كتاب أبدا بس بشرق يكون دارس واحد دارس اقرأ في أي كتاب لكن تقول لا ما تقرأش في الكتاب الفلان ليه؟ هو كده وخلاف طب انت قرأت لك لا أنا ما قرأته الله حاجة تزعى لي الإنصاف إن أنا لما لقي كتاب أنا جايب كتاب ابن خزيم وقصد منه اكتبأ بمنصور ما تريد الأولاني إيه؟ سالفي ابن خزيمة التوحيد وإثبات صفات الرب إيبقى ده سالفي ولا تبع المعتزلة سالفي إنما منصور ما تريد لما يتكلم على تأويل الصفات وإن إثبات الصفات تشبيه ويسمي ده توحيد يبقى على منهج مين؟ المعتزل على الخلف منهج التعطيل ماذا بالعقل بس إحنا جبناك كتابين عشان تعرف ما خبناش واحد وقلنا ملوش لازم لأن الإنصاف يقتضي المنهج الوسطي إنك تقول رأيك وترى رأي المخالف وتنقبه بإنصاف إنما تقول لا ما تقراش كتاب لأن من الحاجات الغريبة والعجيبة إنهم نشرين كتاب لواحد عمله أنا مش عايز والله يتكلم عنه لأنه لا شأن له بحيث أن الواحد يقدر يتكلم عنه عمل الانتصار للسلف الأخياء بيرد على كتاب الأسماء حسناً يعملناه فينشر الكتاب على موقع قناة الرحمة في المدونات بتاعته تابعوا انشروا الكتاب الأول اللي بتاع الأسماء عشان يقرأ الرأي والرأي الأخ إنما بتنشر الرد والرد أصلاً مفلس ما فيش في أي حاجة خالص الهدارة بتفهمه لو قرأتم ما توصلش لحاجة لقد ده لك بديل ولا طرح بديل ساب الناس في حياره تابعوا قرأتوا الكتاب لا ما قرأناهش تابعوا انشروا الكتاب وانشروا الرد مش العقل بقول كده والمنطق يا خواني إنما تنشر الرد وما تنشرش الكتاب بقى ده ينصفوا لها ده عقل ولا منطق ده منهج السلف اللي تعلمناه واللي بنعلمه للناس أنا بقول بس على الأساس إحنا ما نمنعش حد ان يقرأ الكتاب الرد والرأي والرأي والآخر مفلسش كال بس تقرأ وترب لكن لما تكونين تفاهل على العين والرأس طيب يبقى دلوقت احنا هناك كتاب مين ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات إثبات الرب وقصاده كتاب ابن صول ما تريد بقي هذا الاصطلاح دائر حتى عصرنا الحاضر يعني احنا في العصر اللي هو أو في القرن الماضي كان في من قرنين من الزمان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بتعني من الشيخ محمد عبدالوهاب واحد يقولي يعني سمعت ان كتاب التوحيد لمن خزيمة فيه اخطاء مخالفة لمن أجل السلام ممكن يكون فيه اخطاء بس هو معتمد على سرد الاحاديث يعني هو معتمد على ان يجيب ايه الروايات ينقلها ان كان له تعقب على الرأي فاحنا وكل واحد بيأخذ من كلامه هو في كتاب معصوم الاخوة متخيلين اني ممكن يكون واحد عامل كتاب وقولك خلاص انا كتابي كده هو الصحوة معدف ابدا احنا بشر ان لقيت خطأ في كتابي المفروض ان الخطأ ده طالما بان بالدليل لازم ارجع تقول لي دوت انا مش فهمها اقول الحديث ما اقول الصحيح اقولك ماشي انا على العين والرأس الانصاف يقتضي كده لكن ما فيش كتاب كامل الا كتاب اللي عز وجل خلينا ان الكلام كتير فانا اخشى طول عليكم اول نهاردة عشان نخلص الشو اللي احنا جايبين وجايبين لكم النهاردة ان شاء الله كلام كتير طيب كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبدالوهاب الشيخ محمد عبدالوهاب مات سنة 1206 هبريل لكن فيه كتاب على المذب الاشعري رسالة التوحيد للشيخ محمد عبدالو برضو نفس الكلام بيستخدموا علم التوحيد ومصطلح علم الايه التوحيد سنة 1323 اللي هو الشيخ محمد عبدالو لكن بقي علم التوحيد كاستلاح من ايام النبي عليه الصلاة والسلام حتى الان يبقى المصطلحات اللي اطلقت على هذا العلم اول مصطلح ايه اسمع اما ولك اذكر لمسال او اتنين من الكتب اللي كتبت في علم التوحيد تعرفوا اتجيبوا دلوقتي؟ اه ايماله ايماله انا ما فهمتش كتاب كتاب مؤلف مؤلف انا بقول لك على مؤلف انا بقول لك اذكر لي مثال من الكتب اللي يؤلفت في علم التوحيد مدفوه معنا يا شباب يبقى تقولوا لنا ايه واحد من الكتب كتاب التوحيد واسبات سبط الان وخزيمة التوحيد لها المنصور المتوريدي بس تنبه ان ده هو على المنهة كذا وده هو على المنهة كذا انا ما احنا بقول دلوقتي نيجي دلوقتي جوهرت التوحيد جاي الكلام عنه ما تستعجل سي المصطلح التاني المصطلح التاني اللي اطلق على هذا العلم علم العقيدة علم ايه العقيدة واحنا اصلا في الدورة دي احنا مسامينا اصول العقيدة صخصة هم معنا العقيدة يعني ايه يعني العامة مسلا يقول لك يا شيخ نعايز اعرف ايه كلمة عقيدة دي طبعا العقيدة هي الاساس اللي بتحرك اي انسان واتحرك اي امة واي شعر اللي بيحرك الشعوب علم العقيدة نفسها إنسان على عقيدة يبتحرك ما هوش على عقيدة برضو بتحرك على عقيدة الجهل والهوى بس الجهل والهوى ده برضو اعتقاد عندي بعض الناس عقيدة المصلحة يعني ايه عقيدة علم العقيدة يكتبه كده هو تعريف العقيدة اللي عايز يكتبها باختصار العقيدة وانا شرحت هلكو دلوقت هي عقد القلبي على تصديق خبر الرب وتنفيذ امره ايه العقيدة هي عقد القلبي على تصديق خبر الرب وتنفيذ امره والايمان به ايمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه حفظوا التعريف والله صعب انا قدامي كبات عصير بس بيانا عليه مش هكاف ايه العقيدة عقد القلبي على تصديق خبر الرب وتنفيذ ايه امره والايمان به ايمانا لا يقبل الشك مع مع الثبات عليه ده كلمة العقيدة خلينا اضرب لكم مثلا العقيدة في الاصل بتبقى متعلقة بتصديق الاخبار والاستعداد لتنفيذ الامر يعني لو تقولكم مثلا المتر اللي انتوا جايين جام من هنا في محط عن شمس الوقت بيقف عند المطارية موصلش العين شمس يا ابن قوم اعمل كذا اقول لك انا بسدق وبيهزر طبعا عارف يعني ان الخبر يتطلب ايه التصديق والامر يتطلب التنفيذ فانا لما اقولك مثلا خبر ان المتر واقف في المطارية موصلش العين شمس ده خبر المفروض يتطلب التصديق لو انت صدقتني يبقى حدث في القلب اعتقاد في صحة الخبر سيؤدي ان انت تنوي وانت قاعد لسه متحركتش انك لما تقوم حتشوف طريقة تركبها لغاية المطارية ده لو صدقتني واصبح عندك عقيدة لو ما صدقتش خلاص ما حصلش اعتقاد ولا حاجة لانت اصلا ما صدقتش الخبر فما حصلش اعتقاد اعتقادك ان القائل موصل صادر فهمتم يبقى العقيدة عقد القلب على التصديق بالخبر والاستعداد لتنفيذ الامر فلما اقولك مسلم عنده عقيدة يعني يقول لا اله لله بقول يا رب انت معبودي بحق انا قد عقدت في قلبي عقدا عقدا الرب نبي طالب نبي يا ايو الذين امنوا اوفوا بالايه بالعقود العقد ديه في اصله بيبقى موجود في قلب الانسان عقد عقدا في القلب على ان يصدق خبر على ان يصدق خبر الله عز وجل وان ينفذ امره فاللي يقول لا اله لله يعني لا معبود بحق الا الله على هذه النية عقد عقدا ان يصدق خبر الله وان ينفذ ايه امره فهمتم هذا كلمة العقيدة فالعقيدة مبنية على هذا المعنى يبقى انعرفها دلوقتي هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ يامه والايمان بايمانا لا يقبل الشك يعني ما يجيش واحد يشكك فعقدتك تقول لا خلاص انا ما سددش اني فيه اله ولا فيه كذا وكذا لا انت كده ما كانش عندك عقيدة العقيدة معناها انك تثبت عليها ولا تشك فيها وتبقى على ذلك الى يوم المماء هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقافي لما قالوا قل امنت بالله ثم استقل والعصر ان الانسان لا في خص الا الذين ايه امنوا الايمان يقتضي تصديق الخبر تنفيذ الامر وعملوا الصالحات او عملوا الصالحات ده تنفيذ الامر وتواصوا بالحق وتواصوا بايه اثبات على ذلك اليوم المماء هي دي العقيدة يبقى علم العقيدة ده العلم مصطلح التاني كتب بقى كثيرة كتبت في علم العقيدة فعندنا مثلا كتاب العقيدة للامام احمد بن حمد كتبوا عشان يرد على مين على المعتزلة لما خربوا في العقيدة الامام احمد مد سنة 241 وكذلك العقيدة التحاوية للامام ابي جعفر ابن سلامة الازدي تحاو اللي شرحها امنا بالعز الحنف امام التحاوي مات سنة 321 وكتاب اعتقاد ائمة الحديث ده ببكر الاسماعيل مات سنة 371 خلي بالكوا يا اخوانا هنا التواريخ قريبة من بعض يعني الامام احمد 241 التحاوي تلتمية واحد وعشرين مش كده ابو بكر اسماعيل سنة 371 الفترة دي كلها كان ظهور المذهب الاشعري وانهاية عصر المعتزلة وضيعم عن التوحيد بسبب سيطرة المذهب العقل على يد المعتزلة فخلى السلف يكتبهم عشان يبينهم اعتقاد الصحابة ويحفظوا عليه وهو ده القصد اللي استمر فيه جميع العلماء ما كتبوا في التوحيد وما قسموا التوحيد الى هذه التقسيمات الا ليحفظوا على اعتقاد الصحابة ونحن والله ما جئنا واجتمعنا في هذا المسجد الا لذلك وهي رسالة نحملها ويحملها من جاء بعدنا الى من سيأتي لان هي دية يعني خلاصة الحياة او الغاية من الحياة توحيد رب العزة والجلال ان نحيا على التوحيد وان نموت على التوحيد وان يتوفن الله على التوحيد قلوا امين يبقى فيه كتب كتبت فيه علم العقيدة وحتى مستلح العقيدة دلوقتي اصبح سمد يميز الاخ او الشيخ يقول لك لا ده شيخ فهم عقيدة او لا ده هو اخ على عقيدة صحيحة يتكلم انت درست عقيدة وانا ما درستش عقيدة لان ممكن واحد العقيدة ما كانتش سليمة تنضص على صحبة حتى لو كان من اشهر الناس ومن اعلى من الناس يعني عندكم مثلا كتاب زي كتاب اللي هو بتاع مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي مجلدات ملهاش اول واخر في التفسير لكن بسبب انه على المنهج الكلامي الاشعري على المذهب العقلي ومذهب التأويل كل كلامه الجيد الناس بتعرض عنه بسبب خلل في فهم الاعتقاد الكشاف لزا مخشر عالم لغة بس معتزل بسبب آرائه الاعتزالية ضيع جمال اللغة اللي ابدع فيها في الكشاف وكتب كثيرة جدا ضاعت وضاع مجهودات اصحابها بسبب اعتقاداتهم التي خالفت منهج السلب الصالح لكن لو واحد عنده عقيدة سليمة وكتب اي كتاب الناس تتلهف عليه ليه؟ لان العقيدة سمت اما تكون عقيدة على التوحيد وعلى منهج الصحابة الناس تتلهف عليه عندنا مثلا كتاب الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد للامام البيهقي مات سنة 458 العقيدة الوسطية المين؟ الشخصي المتايمي الشخصي المتايمي 728 مات سنة 728 عقيدة الفرقة الناجية الشيخ محمد الوهاب 126 كتب كتير في العقيد وفيه كتب كتبت في العقيد برضو بس على المنهج المخالف زي مثلا كتاب قواعد العقائد لمين؟ لابي حامد الغزاج مات سنة 1505 بس منهج المتكلمين العقيدة الأصفهانية العقيدة الأصفهانية لمين؟ قلوه لا مش لشيخ السامن تيمية أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني الأصفهاني مات سنة 688 وكان علامة في عصره بس على المذهب الأشعري وكان المذهب الأشعري سائد في البلاد الإسلامية ولوه قوة بحيث أن لو واحد خلفه ممكن يسجنوه ويعمله في الأفعيل فمتايمية طبعا ما يعرفش يرد عليه لو رد عليه ويطلع من المتايمية ده عشان يرد على الأصفهاني شوفوا متايمية دلوقتي شاء أنه إيه؟ والأصفهاني انتوا جايز ما تعرفوهش مش كده برضو؟ شايفين؟ الحق اترفع ومتايمية أيامها كان بالنسبة للأصفهاني مش حق يعتبر ناكرة بالنسبة للأصفهاني والأصفهاني عامل كتاب العقيدة الأصفهاني فمتايمية ما ينفعش يرد عليه ساعتها لأن الرد معنى أن متايمية ممكن يضيع دعوته فيعمل إيه؟ شوف زكائي من متايمية يقول لك شرح العقيدة الأصفهاني يقول لك أنا عشرح وداخل الشرح ينقضه يرد عليه يبقى هو بيرد عليه بس تحت مسمى إيه؟ لأن الرجل التاني ربنا سبحانه وتعالى بقى اداله سلطة واداله مكانة فيقوم يقول لك شرح العقيدة الأصفهاني ورد على الأصفهاني وده من الكتب اللي لها عمق علمي رائع بس مستوها عالي شوي يوم ما تخلص الدورة دي تقدر فيه إن شاء الله عز وجل إنما دلوقت ساعة ما تفتح هتلاقي طلاص أنا من نسبة لليقول لك الإمام البيهق كان أشعري ده فلان ده كان أشعري ولا كان سلفي الكتاب انت حتميزه من نفسك أنا ما قل لك ما سلوحد دلوقتي حيجلنا أسئلة كتير كل محاضرة حتلاقي الأسئلة تذكر قل لك الشيخ الفلاني رأيك في إيه أشعري ولا سلفي تب الشيخ فلان ابني فلان إبداعي الفلاني رأيك في إيه أنا مش عايز رأييني أنا عايز رأيك إيه أنت تدرس وإنت اللي تقدر تميز الكلام وتأخذ الحق وترد الباطل لأن المنهج بتاعنا منهج وسطية زي ما ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة إيه وسطة ولا يجرمنكم شنان وقوم على أن لا تعديلوا لو شفت واحد خصم لك أو مخالف لك وقال كلمة حق وقف مع كلمة الحق مش عشان فلان عشان كلمة الحق الحق لا يعرف الرجال ولكن يعرف الرجال بإيه بالحق نتمنى يكون الطلبة ده منهجه ومش عصبية للشيخ بتاعك ولا الشيخ فلان لا العصبية تبقى للدليل والحق بل لك الحق يمسك فيه الشيخ بتاعك اللي بدا رسله وقاعد بتسمعه قال كلمة غلط ومع لقاش دليل وقف قول لله يكريمك الجين أنا مش حقوق الكلمة أنا أحترم لو أنا غلطت قومني أرجع إذا أنا بقول كلمة فلساني زل أو حصل مني سقطة والله حاجة وانت شايف أنه تقول لي يا شيخ لا الكلام ده غلط أنا ببقى سعيد والله وده ما يزعلش حد ولا يخلي واحد يزعل لأحنا عايزين الحق نصل إليه ونتكاتب في العمل من أجله يبقى المصطلح الأول علم التوحيد والتاني علم العقيد التالي المصطلح التالي اسمه الفقه الأكبر الفقه الأكبر طالما فيه فقه أكبر يبقى لازم يكون فيه فقه أسر الفقه الأكبر يطلق على علم العقيد واللي أطلق هذا المصطلح الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة مات سنة 150 يبقى المصطلح ده قديم جدا هو أطلق الفقه الأكبر على العقيدة وكتب الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة كتبها دي كده ما يجيش 30-40 صف بس يسميه الفقه والمجلدات اللي ملاقاش أول آخر أول آخر في الفقه بتاع الأحناف في فقه العبادات يسميه الفقه الأكبر يعني العقيدة يسميها الفقه الأكبر وكل الشراعي والأحكام يسميها الفقه الأكبر ليه ولك ما هم من غير الفقه الأكبر مش حيتفهم الفقه الأسف ولا حيقبل لأن ما كانش عندك عقيدة صحيحة العبادة مش هتنفع ربنا بقوله وقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها بقى منثورة يبقى لازم من العقيدة الصحيحة هو عمل الفقه الأكبر ليه؟ لحظوا أن أبو حنيفة مات سنة كام؟ 150 طب الجاعد من دورها مات سنة 125 والجاعد من صفوان مات سنة 128 وأنتو عارفين الجاعد دلوقتي وعارفين الجاعد عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه كويس فعاصروا أو أدركوا الفترة اللي فيها الإمام أبو حنيفة أو ما بعدهم يعني بقليل فالإمام أبو حنيفة انتشر في وقته موضوع نفي الصفات ونفي علوه الله على خلقه ويقولون ربنا في كل مكان بذاته ليه؟ الكلام بتاع الجامس صفوان فألف كتاب سماه الفقه الأكبر والمصطلح أصبح من يما معروف بالإمام أبو حنيفة بيقولك فيه إيه؟ الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير؟ وسألوا بقى في الفقه الأكبر ما تقول في من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال هو كافر لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى فقيل له إن قال الرحمن على العرش استوى لكن لا أعرف العرش في السماء أم في الأرض؟ قال هو كافر لأن الله عز وجل أخبرنا أن عرشه على الماء والماء فوق السماء والله يدعى من أعلى لمن أسفل ده كلام مين؟ أبو حنيفة يبقى من ضمن المصطلحات اللي أطلقت على هذا العلم الفقه اللي إيه؟ يبقى أول مصطلح علم إيه؟ والتاني والتالت الفقه لأبو أطلق مصطلح السنة على علم العقيد السنة؟ هكذا مصطلح السنة ده له عدة مدلولات لكن أعرف إزاي إن المقصود بالسنة اللي بقولها الإمام هناوات أو الكتاب ده وحيتكلم عن علم العقيدة الأول يطلق السنة في مقابل الشيع فلفز السنة هنا يشمل كل الطوائف التي تقدس كتاب الله وسنة رسوله وتقدس أو ترى عدالة الصحابة والتردي عنهم زي الأشعرية الصوفية زي بعض المعتدلين منهم يعني زي الطوائف الأخرى الخوارج في مقابل الشيعة يطلق لك ده سني وشيع سن وشيع تب الخوارج الطائفة مستقلة يعني ما يقولنا عن الناس اللي في عمان المذهب الرسمي الدولة مذهب خوارج مذهب الإباضية فمذهب الإباضي في عمان بنقول عليهم سنة في عمان على اعتبار انهم عكس مين عكس الشيع وفيه السنة في مقابل الأشعرية جوانا احنا هنا لابده على السنة مش على مذهب المتكلمين هو ده المقصود بالاستلاح هنا الاستلاح هنا معناه ان السنة كاستلاح المقصود بها اثبات السنة أو أقول السنة ليه ليه لأنه يريد أن يثبت ما ورد في النصوص في البخاري ومسلم مما ورد في صفة الله فيسميها ايه السنة ليه لأن المعتزن كانوا ينكرون السنة ويطعنون فيها قلت لك ديها حديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقال ويطعنون في هذه الحديث الاخلاد هذه لم تثبت ولا اخذ بها عقيدة فكان الائمة يقولون باسبات السنة حتى ان ابو طالب المكي وهو ابو طالب المكي ده كان صوفي لكن كان على عقيدة السنة يقول فإن قوم متبعون نقف الأثر الأثر اللي هي السنة يعني غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر شو الكلام ازاي يعني مش نرد الاخبار اللي سبت عن رسول الله بحجة ان احنا بنقدم العقل شايفين الكلام يا خنا يقول فإن قوم متبعون نقف الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر وفي رد اخبار الصفات اخبار الصفات اللي هي ايه احاديث الرؤية وحاديث النزول وحاديث اللي اسبت في الكلام والوجه واليد وما شابه ذلك من الصفات بسمها ايه اخبار الصفات بيقول وفي رد اخبار الصفات بطلان لشرائع الاحكام وشرائع الاسلام اللي هي الصلاة والزكا والصياء لو احنا ردنا اخبار الصفات يبقى احنا بنطعم في كل الشراء ليه السبب في كده ايه يقول لي ان الناقلين الينا ذلك اللي نقلوا اخبار الصفات ونقلوا احاديث النزول والمجيء وما شابه ذلك في صفات الله هم الذين العيشة ولا ايه طيب هم الذين نقلوا هم الذين نقلوا شرائع الدين واحكام الامان انتوا فهميني ولا انا كلام صعب اعيد كلامه تاني بيقول وفي رد اخبار الصفات بطلان لشرائع الاسلام الوقت الاسلام عبارة عن اخبار وعن اوامر مشكلة شو قلناك كلام ده الاوامر التكلفية الامر يتطلب بالتنفيذ والاخبار تتطلب اللي نقلوا لنا الاخبار والاوامر مين الصحاب فاحنا لو كذبناهم في باب الاخبار يبقى معنى كده هم كذبوا على رسول الله بالاوامر فانت لو كذبتم في الاخبار يبقى هتكذبهم في الاوامر ولذلك احنا بقول الصحابة نترضى عنهم رضي الله عنهم وردوا عنهم مزيما الشعب يقولوا بيطعنوا فيهم ما انتوا لو اطعمتم فيهم بيطعمتم في الشرع والدين طعمتم في الشرائع وفي الاحكام وفي الديين لان هذه الشرع وهذه الاحكام نقلوها الينا كما نقلوا اخبار الصفات فأعتقول لي انا مش هاخد باخبار الصفات علم العقيدة هو علم السنة من ضمن المصطلحات مصطلح ايه السنة والامام احمد بن حنبل بيّن ذلك وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله عليه وسلم والاقتداء بهم في كتب كترباء في السنة عندنا مثلا كتاب السنة للحافظ ابي بكر ابن ابي عاصم الشيبان مات سنة 227 كل المسائل اللي فيه عن الامام بالقضاء والقدر وعند الامان برؤية الله تعالى في الاخرة والرد على المعتزلة وعلى اهل التعطيب سمه كتاب السنة هو ابقى المعتزلة لما انتر كل الكلام ده عبارة عن ردود افعال على المخالفين فسموا علم العقيدة علم السنة عندنا مثلا كتاب الامام ابي جعفر محمد بجريد طبري مات سنة 310 له كتاب اسم مصاريح السنة يقول لك اول ما نبدأ في الكتاب اول ما نبدأ القول فيه من ذلك القرآن كلام الله شفتوا بقى ازاي ادي السنة اللي بكلم عنه القرآن ايه كلام الله وتنزيله ازكان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا انه كلام الله غير المخلوق كيف كتب كيف كتب وحيث تلي وفي اي موضع قرد فمن قال غير ذلك او ادعى ان قرآنا في الارضة او في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا او اعتقد غير ذلك بقلبه او اضمره في نفسه او قال بلسانه دائنا به يعني يدين لله بأن القرآن كلام ربنا مخلوق وليس صفة من صفات الله يقول فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء شايفين كانوا شداد في الحق مع ان احنا الامام احمد ما كفرش المعتزلة ولا من تيمية بيكفر الطائف التانية يعني اللي يقولك من تيمية شديد وبيكفر الناس اه بكلام دا اجريك صحيح تيمية لم يسبت عنه ان هو كفر طائفة من الطائف ولا تكفر شخص معين لكن هو كلامه بيرد على هذا الطائف احنا جئنا لنأخذ بأيدي الناس الى الحق مش عشان نتبح الناس منهبنا ان احنا نعرف الناس بالحق وناخد بيده مش طبق بس شغلانتك دا فلندا كافر ولا موش كافر لا احنا حارسين عليه وانت على خطر عظيم وفعلك هذا فعل قد يؤدي الى الهلاف لكن ما تقوله شبا انت انت منتاش قاضي ولا انت حاكم علشان تحكم عليه يتحاسب عليه اللي هو المسؤول عندنا كتاب السنة لابي عبد الله بنصر المروزي برضو على منهج السنة مات سنة 294 السنة لابي بكر الخلال عارفينه سنة 311 مات الخلال شرح السنة للبربهاري 329 نقول لكم اسماء الكتب دي على اساس وانتوا بتلخصوا الكلام دا تحفظوا اسماء الكتب دي لعلك تدخل مكتب ولا حاجة فتلاقي كتاب من كده بدل ما تجيب كتاب ما لوش لازمة او ما لوش يعني ضروري تجيب الكتب الاصلية او كتب الاصول دي كل هؤلاء كانوا يتحدثون على السنة كاصطلاح يراضي في معنى التوحيد والعقيد يبقى كم مصطلح لنا الوقت نعيد علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم علم ايه فقه الاكبر وايه مصطلحات الفقه الاكبر السنة علم العقيدة علم التوحيد ايضا اطلق على علم العقيدة مصطلح الايمان يعني لما تلاقي مثلا كتاب الايمان ومعالمه وسننه واستكماله درجات لابي عبيد القاسم المسلا يبستخدم مصطلح الايمان كالتعبير عن علم الايه العقيد مات سنة 223 طبعا احنا هنا الايمان هو العقيد وذاللي كان معرفة بين الصحابة هنتكلم عن المسأل دي بعد قليل كان عندهم مصطلحات الاسلام والايمان والايه والاحسان هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الدين اسلام وايمان واحسان فالاسلام تنفيذ الامر والايمان تصدق الخبر وإحنا قلنا انك ايمان قد يطلق على تصدق الخبر وتنفيذ الامر فسموا الايمان فضل عيش اخوة قولوا في المحاضرة الخمسة في مشكلة عند التنزيل من الموقع ان شاء الله نكلم الاخ المسؤول في ان يعيد رفعها مرة تانية والاخوة اللي بيرفع ملفات نتمنى بقى اللي هم اخدوا البرنامج والباسورد خاصة برفع ملفات انه هم يعني بعد كل محاضرة يقابلونا مثلا في محاضرة بكرة بتاع عبدين نعطيهم المحاضرة اللي تسجلت يرفعوها هم هناك ويسرعوا في انها ترفع في نفس اليوق يبقى كويس على اساس طلبة العلم اللي ما حضروش يتابعوه الاسئلة الكثيرة الاخ اللي بقول لانا قرأت مقدمة كتاب الانتصار لاصحاب السلف ويقول المؤلف اتصلت بالشيخ هاتفيا بان في الكتاب اخطاء في كتاب فضيلتكم ويقول ان فضيلتكم اطلعت على اكثر من خمسة وثلاثين موسوعة لم يطلع علي السلف هل هذا صحيح ام لا ولو صحيح ماذا تقصد من هذا الكلام فضيلتكم ابدا ان اللي حصل ان الاخ اتصل علي انا ما عرفوش بيقول اني انا الكتاب طيب وممتاز وبتاعته كذلك الله خير فاحنا كنا عملنا محاضرة اسمها نصح المحبين في التعرف على اسماء الحق المبين والمحاضرة دية الاستوانة موجودة متوفرة فالاخ بيقول لي ان انا لقيت بعض الاخطاء وبتاعه كده يعني قلت له يا اخي اهل وسهل ما فيش اشتاءه لحد قال لي فيه 12-13 صفحة كده عايزة قابلك وادهونه وقابلني فعبديه لكن انت بتدور على ايه او الكلام اللي فيه بيكلم عن ايه فقال لي لا يعني انت بيقول ان احط بكلام السلف او فحصت كلام السلف فانا بقول له من ضمن الكلام على فكرة مش كل الكلام اللي قاله حق هو دلس قلت له فيه 35 موسوعة علمية الوكترونية فيها اكتر من 50 الف مجلد الكمبيوتر بيراهم في دقيقة فدي ساعدتنا في ان احنا بننجز البحث بسرعة لان انت ما تجي تقرأ 50 الف مجلد ما بتقولوش في دقيقة ولا اي حد ولا دا كان متوفر في عصر السلف فالاخ فيهم من كلامي ان انا بقول ايه ان انا اطلعت على ما لم يطلع عليه الاوائل يبقى انا كده بزم السلف وبنقصه يبقى هو بيعمل كتاب لانتصار للسلف الايه لا اخيها وهم ما كانش هيعملوا كتاب بس فيه بعض الاخوة سامحهم الله ورطوه ما كانش انه يعمل كتاب ولا حاجة بس ورطوه اعمل كتاب عشان ايه علشان يبقى فيه رد على الدكتور محمود في التاب تم تردي عم بس تقرأ الكتاب الاول قبل ما تقرأ الرد وتنشره دي الغريبة يا اخواني انما الاخ بالنسبة له هو قولك كتاب ما زلت انصح باني يقرأ واني ما فيش كتاب اتكلم عن مسألة زيه هو نفسه اللي قول الكلام فكل اللي قالوا ان شاء الله سيأتي الرد عليه مفصلا في نهاية الدورة هيجي وقتها ان شاء الله عز وجل واللي مستعجل احنا هنبدأ المحاضرة الجاية في اسمائنا الحسنة في الدورة اللي موجودة في ميت الرخة غربية وهي بترفع على ميت يعني المحاضرة اللي جاية ان شاء الله عز وجل هتبقى اول محاضرة في الاسماء هنقول فيها حوالي 12 محاضرة لضغط القضية شاملة وكاملة بحيث اللي قاعد معنا فيها يستطيع ان هو يكلم اعلى من المتخصصين في المسألة ويبين الحق فيها بإذن الله تعالى لأن احنا كان قصنا كلهم ان احنا نعرف الناس بالاسم ودليله يتقولوا للناس انتم يتريحون وتسكتوا ماذا كده برضو قال لي يا اخواننا انه مجرد التشويش بس يقولك ما تقرأش الكتاب هو ما رأيش نفسه ده شيء عجيب صراحة يعني محدش يجيب لأسلمين انه بتقطع علينا المحاضرة وانا يهمني ان احنا نوصل المحاضرة او انتم نفسكم اللي هتكتشفوا القضية نظرة بتاعت التانية فينا اهي المصطلحات اللي اطلقت بها دلوقتي علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم ايه الفقه الاكبر والسنة والايمان من الامس الى كتاب الايمان كتير كتاب ابي عبيد القاس بن سلام الايمان معاليمه وسننه كتاب الايمان لابي عمر الداني مت سنة 243 الايمان لابن مندة مت سنة 395 الايمان واصول الايمان او اصوله لابي منصور عبدالقاهر البغدادي كتاب شعب الايمان البيهقي 458 البغدادي مت سنة 429 دي كلها كتب كتبت في الايمان طب وفي كتاب كمان مشهور كتاب الايمان الوسنان الى شعب الايمان للشيخ زين الدين عمر ابن احمد الحلبي ده مت سنة 936 لذلك كم مصطلح نشوف اللي بعد مصطلح اصول الدين اصول الدين احنا بقول اصول العقيلة لكن اصول الدين مصطلح اصول الدين هناك عندنا اركان الدين اركان الدين الاسلام والايمان والإحسان في حديث جبريل هذا جبريل اتاكم تعلمكم ايه دينكم فسألوا عن Iyaمان وايه الاحسان لكن كمصطلح أصول الدين اللي انشئت على اساسه الكليات اللي موجود في العالم الان كليات اصول الدين والدعوة اصول الدين الدين. المصطلح ده في الاصل ما هو السلف. اشعري. يعني كل اللي الفه في اصول الدين ما عاد واحد بس. ابو الحسن الاشعري نفسه. له كتاب اسمه الابانة عن اصول الديان. ده سلفي. على مناهج السلف الصالح. انما الباقي كله على مذهب الاشعرية والمعتزنة المتكلمين. ليه? هم سموا اصول الدين ليه? لانهم وضعوا اصولا عقلية. هنتعرف عليها بالتفصيل. هذه الاصول العقلية نظروا اليها على انها قواطع يقينية. قواطع يقينية يعني اقولك هو ده اليقين. اللي اتنا شايفينه بعاننا هو اليقين. فما جاء في الشرع يوافق هذه الاصول فاخذناه. كدليل ثانوي. وما خالف عطلناه. ما مقوليش عطلناه. بيقولوا ايه? اولنا. طب فيها دليل. قولك دليل او مش دليل دي بحكاية بقى يعني ايه? عدها وخلاص. هو المهمة اول او انك تقدم هذه القواطع اليقينية اللي هي اصول الدين اللي بيعتبروها اصول الدين. فكتبوا مصطلح اصول الدين على ان اصول الدين دي هي القواطع العقلية. بيسموها القواطع العقلية. اما باقي الاخبار اللي وردت في كتاب السنة فيسموها ايه? هذه اصول ظنية. احاديث الاحد ظنية. فاحنا ما نقدمش الظن على القطع او اليقين. فسموا اصول الدين على هذا الاعتبار. فاصل مصطلح اصول الدين مصطلح من المتكلمين وليس من السلام. تعالوا نشوف اللي كتب في اصول الدين. اول واحد على ما اسكر كتب في مصطلح اصول الدين كان ابو القاسم عبيد الله ابن احمد البلخي. مات سنة تلتمية وتسعتاشر. تلتمية وتسعتاشر دي كان في نهاية عصر المعتزلة وزور المذب الاشعري. قبل ما يموت ابو الحسن الاشعري بحوالي خمس سنوات. لان الاشعري ميت سنة تلتمية اربعة وعشرين. وهذا الرجل مات سنة تلتمية وتسعتاشر. يبقى الفرق كام? خمس سنة خمس سنوات. هو كتب كتاب اسمه اوائل الادلة في اصول الدين. وده مذهب اشعري. وقام بشرح ابو بكر ابن فورك الاصبهاني. وده مات سنة اربعمائة وست. وكلاهما ضليعان في المذهب الاشعري. عندنا ابو سعيد عبد الرحمن ابن محمد النيسابوري. ده مات سنة ربعمائة تمانية وسبعين. له كتاب اسم الغنية في اصول الدين. الغنية في اصول الدين. واما تكره خلامهم بقى. هتعرفوا كويس لما نشرحه. ساعة ما تحس بالكلام. تقول بس الله يكرمي. كفاية كده. فصل. صانع العالم. لا يقله اين هو. لان اين يستخبر به عن المكان. ولا مكان له. قال له. ساعة ما تسمع كده. لان يسأل عنه باين. بالرسول قال له جريه اين الله. يعني رسول هلطان. شوفوا ازاي. الكلام بتاعه اول ما تسمع كلامه تعرف على طول. ان المنهج موسلي. كتاب الغنية في اصول الدين. طيب. طيب. عندنا جمال الدين احمد بن سعيد له كتاب اسمه اصول الدين. نفس منهج المتكلمين. اللي انا رأت منه الفقرة دي. فقر الدين الرازي. كلام النهاردة تحسه انه تقيل شوية واسماء وارقام. لكن ده لازم تعرفه. لازم. طالب العلم اللي حيدرس العقيدة لازم يعرف المصطلحات دي. ان من ضمن المصطلحات اللي اطلقت على علم العقيدة. ها. علم ايه. اصول الدين. طيب اصول الدين دي كان معروفة عن السلف الصالح. لا. اصدهم باصول الدين الاصول العقلية. مش النقلية. فلما اعرف المصطلح اعرف صاحبه على طول. الاربعون في اصول الدين. لمين? فخر الدين الرازي. عمود من اعمدة المذة بالاشعل. ده مات سنة ستمير ستة. طيب. كفاية كده في اصول الدين. يبقى كمل مصطلح الوقت نعدهم مع بعض. ها. اسمح. علم التوحيد. علم العقيدة. فقه الاكبر. السنة. الايمان. اصول الدين. كده ستة. خدوا السابق. الشريعة. للآجري محمد بن الحسين. الحسين الآجري. عامل كتاب اسمه الشريعة. معروف ان الشريعة المقصود بها لتنفيذ الاوامل. لكن هو عمل الشريعة. علم على العقيد. على اعتبار اني مش ممكن هنفذ الشريعة وتقبل الا اذا كنت على عقيدة سليمة في باب الخبر. فيمت يا اخواننا اصدق? ولذلك اقول ايه? كتاب الايمان. والتصديق بان الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. الحمد لله المحمود على كل حال. وبدأ يكلم باه. ثم قال في نهاية كلامه. وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا. هذا وهو كتاب الشريعة. ثلاثة وعشرون جزء. ندين الله عز وجل. وننصح اخواننا من اهل السنة والجماعة. من اهل القرآن واهل الحديث واهل الفقه وجميع المستورين في ذلك. فمن قبل فحظوا من الخير ان شاء الله. ومن رغب عنه او عن شيء منه فنعوذ بالله منه. واقول كما قال نبي من الانبياء. من انبياء الله لقومه لما نصحهم. فقال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. ان الله بصرهم بالعباد. هو على ما يبدو كان في عصر غلبة المذهب الاشعري. وكان مأهور منهم. وبيقدمهم نصحة وكتب الكتاب. فبقول فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. على اساس انه اجاب الروايات والاحاديث عشان تثبت الصفات. واصبت كلام الله. والرؤية. وباب العقيدة بشكل كان. لعل الكتاب الشريعة الان يكون انتم عرفته. الاجري انا نسيت حتى ادون تاريخ الوفاة بتاعته. لكن ايا كان من ضمن المصطلحات اللي اطلقت العلم العقيدة. رقم سبع ايه. الشريعة. عظيم. اخر واحد. علم الكلام. طبعا انتم عارفين من الاسم ان هو ما هوش علمانة بسبب. هما سموه علم الكلام ليه? لسبب ايه? السبب الاول نسبة لما اشتهر من الجدل حول مسألة كلام الله. اللي كلمنا عنها في قصة الامام احمد ابن حنبا لما حصبت المحنة وما شبه ذلك. او لانهم اخذوا كلام اليونان وترجموه الى الاسلام او الى اللغة العربية. ثم اخذوا هذه الاصول العقلية وبدوا ينظرون بها الى كتاب الله. زي ما حصل الجام صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمري بن عبيد. والذين اه ايام هارون الرشيد لما ترجموا هذه الفلسفة اليونانية الى اللغة العربية. ثم اخذوها كاصول فتنة المعتزلة. ثم زارت الاصول الخمسة وبدأوا يسكرون الكلام في نظام صفسطة لا تؤدي الى شيء. ولذلك اهل السنة وقفوا لهم وقف شديد جدا. فكان الامام الشفعي يقول ايه? حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعاف. ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله واقبل على الكلام. وكان الامام احمد يقول لا يفلح صاحب كلام ابدا. علماء الكلام زنادقة. اللي كانوا يسموهم زنادقة مين? احمد محمد. ولو كتاب اسمه الرد على الزنادقة. والجهمية هو اصدب الزنادقة مين? علماء الكلام. كان يسموهم زنادقة على اعتبار انهم بيكلموا كلام يؤدي الى هدم السنة. زي ما ابتدعوا في التوحيد معنا. غير الامام معروف. فسموهم علماء الكلام. يبقى في الحالة دية من ضمن الاصول اللي اطلقت على علم التوحيد بس اطلقها علماء السلف ولا الخلاف? ها? الخلاف. علم ايه? علم الكلام. ولذلك فيه كتب زي كتاب مثلا ابي ابي محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامى. كتاب اسمه تحريم النظر في كتب الكلام. حد شو بصو فيه? قل لك من اخذ العلم بالكلام تزندق. ومن طلب المال بالكيمياء افلس. الناس عارفين الحكاية ليطلبوا المال بالكيمياء افلس. هم كانوا زمان هم اصدم بالكيمياء دي ايه? ان كان فيه بعض الناس يجيبوا مية الدهب. ويخدعوا عامة الناس لانهم يطلق المعدن بالدهب ويبعوه على اينه ذهب. اخبالك ازاي? فبعد شوية ساعة ما يروح البيت ويغسل المعدن ده الدهب بيروح ويبن اصله. فروح يشكوه. اخبالك ازاي? فلما يشكوه يخدوه يحطوه في السبن على اينه نصار. فيفلس لانه طلب المال بالايه? بالكيمياء اللي يعملوا فيها المية. ده اصدم يعني. لك من طلب المال بالكيمياء يافلس. ومن طلب العلم بالكلام تزندق. علماء الكلام زنادير كانوا يقولون هذا. فمن ضمن الكتب مثلا واحد يقولك لا ده علم الكلام ده. علم عالي قوي. الناس ما تقدرش تبص فيه. فابو حامد الغزالي يأنلف كتاب اسمه الجام العوام عن علم الكلام. الجامل ايه? العوام. لكن الخواص لا. يعني مش علم الكلام مزموم لا. اللي يدخل في هذا الباب لازم يكون ايه? عالي. طيب. وكتب كتيرة بقى أولي فات. في الرد على ذلك. او في الموافقة. زي مثلا كتاب نهاية الاقدام في علم الكلام. للشهر الثاني. برضو على المزم الاشهد. الداعي الى الاسلام في اصول علم الكلام. لاب البركات. اسمه ايه? اب البركات ايه? محمد الدفع. نعم. ده مات سنة خمسمية سبعة سبع سبعين. كتاب مطية النقل وعطية العقل في علم الكلام. محمد ابن ابن الرئيم الصفق. كلهم تقريبا اشاعر. مات سنة ستمية وعشرين. غاية المرام في علم الكلام. للآمني. ابي الحسن الآمني. ستمية واحد وثلاثين. زبدة الكلام في علم الكلام. لصفي الدين الهندي. مات سنة ستمية وخمستاشر. علم الكرام في علم الكلام. او عالم الكرام في علم الكلام. الشيخ زين الدين الملطي. مات سنة سبعمية تمانية وتمانية. المواقف في علم الكلام. لعضب الدين الايجي. مات سنة الف. كل دول اتكلموا عن علم الكلام. والمقصود بذلك نصرة المذهب الاشعري. على المذهب السل. على اعتبار ان هو ده يقول لك هو ده وصول الدين وده العلم الصح. ابدا. لكن ايا كان مصطلح علم الكلام الان عرفناه. ان هو يطلق على علم العقيدة من قبل مين? الاشعراء والمخالفين. يبقى كم الوقت اسطلاح ذكرناه? مين يعدهم بقى? عدوا معين. علم ايه? التوحيد. والعقيدة. والفقه الاكبر. والسنة. والايمان. والشريعة. وصول الدين. وعلم الكلام. كده تمانية? اه صح. كده هذه المصطلحات اللي اطلقت على العلم. احنا ذكرنا بعضها او اغلبها ما في شاله الشريعة بس اللي انا اضغطها في المحاضرة. في كتاب اللي هو المختصر مفيد في علة تصنيف التوحيد. ننتقل الى نقطة هم. انا لازم اخلص المحاضرة. يعني انا مش هسيب كلها مخلصة. ان شاء الله. مفهوم الالوهية. بين السلف ومخالفين. ده برضو موجود العنوان في كتاب مختصر مفيد في علة تصنيف التوحيد. احنا او عندي امتحانات. مفيش اشكال. احنا المحاضرة بتصور. وبتنزل على الانترنت مباشرة. تستطيع انك تنزلها. او تاخد الاستوانة وتسمعها. حتى الاخوة اللي هم ما بيحضروش. في اي مكان يستطيع ان هو يسمع المحاضرة لانها بتصور. ويتابع ويبعث البحث على المنتدى. وكتير من الاخوة حطوا ابحسهم على المنتدى. واني دخلت وصححت. وحطت الدرجات بتاعتها على المنتدى. كتير الله يجزون خير. والله يجزي القائمين على الموقع واللي بيسهموا في نشر هذا الامر بالنسبة لطلاب العلم. لان احنا عايزين دراسة مبنية على الهمة وعلى الاخلاص لله عز وجل. فربنا يسر ويتكاتف الجميع في خدمة كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولي. خدمة سنة النبي عليه السلام. فاللي ما شفش او اللي ما اسمعش المحاضرات السابقة لازم يسمع علشان يتابع اللي جاء. وان شاء الله عز وجل احنا ما بنحاولش ينسل المعلومات كده الا لضرورة. ان ليس من طبع ان انا اقوله كلام يحفظوه. ولكن عايز كلام تفهموه. كلام تستطيع انك انت تستوعد منه العقيدة الصحيحة وتبقى في كيانك وفي شخصيتك. هنا بقى الكلام اللي هنتكلم عنه شوية من القبيل ده. ناس كتير بتقول لا اله لا الله. لكن هل كل من قال لا اله لا الله فهو على عقيدة صحيحة؟ لا. اللي بقول لا اله الا الله يبقى على عقيدة صحيحة امتة؟ اذا كان المقصود بلا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. بس. اللي على هذه العقيدة هو على منهج الصحابة والتابعين على منهج السلف الصالح خير القروب لأن التوحيد المطلوب توحيد العباد ربنا سبحانه وتعالى مولي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا المقصود بالتوحيد لا معبود بحق الله والمعبود هو الذي يصدق في خبره وهو الذي يطاع في أمره عندك استعداد لكذا يبقى تنفعك لا إله الله والذي يقول لا إله الله على هذا المعنى تنفعه يعني يا رب أنا على استعداد إن أخبرتني صدق وإن أمرتني يفست كل الآيات اللي في القرآن الكبير إنني لا إله إلا أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لزكره وطبعا حديث معاز الرواية كلها هي قدام فليكن أول ما تدعوهم لما بعثوا اليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله الرواية التانية إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب كله في البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله يبقى التوحيد توحيد إيه؟ العبادة اللي عرفنا أن توحيد العبادة هو لا إله إلا الله إيه؟ الرواية التالت إنك تقدم على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يبقى شهادة أن لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبود بحق أو توحيد العبادة لله يحبوني الكلام ده ليه؟ لأن فيه ناس فصروا لا إله إلا الله بمعنى تلخاف عندنا المتكلمين لما فصروا لا إله إلا الله فصروا بمعنى الخالقية لا خالق إلا الله فقولك الكلام على مباحث الألوهية الألوهية يعني إيه الألوهية؟ الألوهية لا إله إلا الله لما فروض تكون معناها إيه؟ لا معبودة بحق إلا الله فلما تيجي تشوف كتاب الألوهية اللي بتكلم عنه أو مباحث في الألوهية ما بتكلمش عن توحيد العبادة أبدا بتكلم على إيه؟ على إثبات وجود الخالق وإن الخالق يمتنع أن يكون له إلهي البحث عن إله واحد بس خالق للكوم وقضية الصفات إزاي تثبت سبع صفات وتعطى للباق وإن التوحيد معناه نفي الصفات لإن يثبت الصفات تشبيه هو ده الكتاب اللي بترسوا الله أو لا دي ما بحث الألوهية با هو ده توحيد الهلوهية؟ توحيد الهلوهية لا إله إلى الله مش معناها لا خالق إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله لكن إقرار الناس بإني في خالق للكوم ده أمر فطري مش محتاج لدليل ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان ماذا يأمركم لو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو سفيان قلت أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيء واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصد والعفاف والصد يبا توحيد العباد إنما حتقول للناس كل اللي بيدرسوا الطالب عشان تثبت إن ربنا خالق ولا مش خالق ده فطرة موجودة في النفوس حتى عند المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إنما أعجل كل همه إن يثبت إن الخالق واحد مش اتنين الناس عارفة كانوا يؤمنون بإن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر وكانوا يتخذون الآلية الأخرى وسائط وشفعاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله لكن هم كانوا معتقدين إن ساعة الشدة يلجأوا لله والعزة ساعة الشدة لو كان الإله من عجوة يكلهوه يا خبالك إزاي لو كان في وسط السفينة في وسط البحر يرموه ولذلك لما عكرم ابن أبي جهل لما النبي على السفلان أباح دمه لما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة نفر وامراتين كان منهم عكرم فعكرم ركب البحر هرب وركب البحر فركب سفين فأصابت عاصفة شديدة السفينة أصحاب السفينة كانوا من المشركين فقال أصحاب السفينة عند العاصفة الشديدة بقى والموج العالي قالوا لركابها أخلصوا شوف أزاي أخلصوا أخلصوا يعني إيه يعني توجهوا إلى ربكم وحده ولا تشركوا به لا اللات ولا العزة قال أصحاب السفينة لركابها أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا ساعة الجلد ما تنفعش فعكرم ساعة ما سمع كلمة أخلصوا أنا بحرب محمد ليه صلى الله عليه وسلم أين عقلي والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره شوفت بقى إزاي ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عفيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلا أجد أنه عفوا كريم وبالفعل ربنا نجاهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأصبح واحد من المجاهدين اللي فتحوا الفتوحات عكرم بن أبي جاه يبقى التوحيد كان معروف إن الخلق والله إنهم كانوا يشركون بالله وقت الرخاء ووقت الشدة يوحدون فحتقول لي أن القضية في إثبات الخرق ولذلك من عبد الله وحده في العبادة أكبت أنه خالق لكن من أكبت أن الله خالق لم يوحد الله في العباد ممكن ممكن الواحد يقول لك أنا مؤمن وعارف إن ربنا خلقني ورزقني طب تعالوا نصلي يقول لك لا مش مصال يبقى هو معنى كده عنده توحيد ربوبية لكن ما عندهش توحيد إيه ألوهي ولا توحيد عباد فالمفروض إن الأمة تستجب لتوحيد العبادة مش تقول لا إننا حدرس لولاد توحيد للألوهية ويبقى الألوهية أنك تثبت له من ربنا خالق ما فيش ولا واحد إلا ويعلم أن الله عز وجل والخالق قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولي إنسى التوم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يؤفكوا حتى فرعون الذي كذب موسى قال لقد علمت موسى يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون وربنا قال عنهم وجحدوا بها كانوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو يبقى الناس تعرف بقلوبها إن في خالق للكوم فحتقول لا إله إلى الله على معنى لا خالق إلا الله يبقى موجدها المعنى السلف يبقى من اللي بيقول إن لا إله إلى الله معنىها لا معبودة بحق إلا الله السلف ومن اللي يقول لا إله إلى الله معنىها لا خالق إلا الله الخالق والصفية لا عندهم لدي ولدي الصفية بيقوله مش لا معبودة بحق إلى الله أو لا خالق إلى الله لا بيقوله لا موجودة إلا الله بس عشان الحق يقال مش كل الصفية بقوله كلامي غلات الصفية أقصد أن عربي وأصحاب المدرسة بتاوحدة لجود إنما عوام الصفية ممكن ياخدوا الأمور خليط من هنا ومن هنا أوائل الصفية لا كانوا في العقيدة وفي باب الصفات بالزاد أيام اللي محن نحمد على عقيدة اللي محن نحمد حتى شيخ سامة تيمية بقى يدافع عنه ليه لأن بعض المتأخرين نضمن المعلومات اللي عايز أقولها لكم الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية لعل بعضكم يعرفها القشيري حاول ينسب أوائل الصفية للمذهب الأشعر عايز يخلي أوائل الصفية اللي وقفوا مع الإمام أحمد ضد المعتزلة وكتبوا كلام رائع جدا في نصرة المذهب السلفي عايز يعملوا امتبع إيه الأشعر فامن تيمية ألف كتاب اسمه الاستقامة مجلدين علشان يرد على الهؤلاء وقولهم لا مشايخ الصوفي بسمونه المشايخ لأنك ما كانش لسه ظهر مصطلح التصور لكن المشايخ عقيدتهم عقيدة سلفية ونصرهم نصرا مؤذرة وده من الحسنات اللي تأخذهم تيمية صحيح هو بيخالف الصفية وقف لهم حرب وعمل الإشكالات كتيرا مع الصفية وبنظرات لكن لم يمنعه ذلك أن يقول كلمة الحق في هؤلاء وإحنا نريد كلمة حق عنده زي ما قلت لكم أبو طالب الماكي كان صوف وسهل بن عبد الله التستوري كان صوف حتلوني بقول كلام كتير في شان سهل بن عبد الله وأيضا كتير عبد الله بن خفيف الشيرازي له كتاب في العقيدة رائع وإن كان له ابتدعات في باب الإعبادات يعني إحنا نقول الحق يأخذ والباطل إيه يراد منهج الوسطية فكانه الصفية الأوائل على منهج السلف الصالح لكن غلات الصفية بقى قولك لا موجود إلا الله السلف بقوله إيه لا معبودة من حق إلا الله والخلف لا خلفة والصفية لا موجودة إلا الله واحد يقول لك لا موجودة إلا الله ترفهمها إزاي يا دكتور محمود هم بقولوا العالم اللي إحنا عايشين فيه دي العالم دي كله هو الله إزاي يعني هو الله عندهم مثل أنا دايما ببسطة للطلبة كده اسم مثل المرآة يقول لك الواحد لو وقف لوحده كده ما يشوفش نفسه كويس إنما لو شف نفسه في مراية يعرف نفسه أكتر ويشوف أوصف نفسه ما شفهاش من غير المرآة صح ولا لا المسأل دا كويس أقول لك أهو المخلوقات دي هي المرآة وربنا شيف نفسه متجلي في هذه الكسرة اللي بين في المرآة فإن أراد أن يرى نفسه جبارا منتقما يقوم طلع في سورة فرعوب شوف الزل وإن أراد أن يرى نفسه رحيما يتجلى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وإن أراد أن يرى نفسه جميلا يطلع في سورة المرآة شوف بقى يقول لك المرآة هي أكمل تجلي لله لأن فيها الجمال كله شوف الكلام ده كلام معرفة يقول لك لا إوعى تقول إن دول حاجة غير ربنا ده ربنا هو كله والتوحيد بقى إنك تعبده الكل ما تسيفش حاجة أو التانية لقى إن ربنا هو اللي ظهر ده في كله ده معنى لا موجودة إلا إيه إلا الله وبدأ بقى طبعا يقول لك ما في الوجود مثل ما في الوجود ضد يعني ما فيش حاجتين ده أي حاجة واحدة بس يطلع مرة في سورة جبار في سورة واحد مثلا منتقم في سورة واحد مثلا زكي أو عالم في سورة واحد كذا ولبي صور وتجليات كثرة يظهر فيها الحق يطلع في سورة بوزي يطلع في سورة يهودي يطلع في سورة صنم ولذلك يقول لك إيه أنا مع كل الأديات ابن عرب لقد كنت قبل اليوم أمكر صاحبي إذا لم يكن دينه إلى ديني داني يعني أيما كنت بقى مع أهل الظاهر والناس المسلمين العاديين إن ما كانش على منهج التوحيد معرفوش إنما دلوقتي لا لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة فمرعا لغزلان ودير لربان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح طورات ومصحف قرآن كل ده كل هؤلاء هم ديني يقول أدينوا بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني فصحح دين اليهود ودين النصارى ودين البوزيين ودين المقوس ودين ستة وستين كلهم أخي بلك إزاي صححهم كلهم ليه أقول لك واحد زي كده بقى أنتم متخيلين أعداء الإسلام يحبوه ولا يكرهوه أهدى بقى السبب في أنهم يقفوا وراء النصارى اللي طبعوا الكتب السوفية والمستشرقين عشان يوزعوها مجانا على العالم الإسلامي ومطابع كثيرة جدا قالوا أنشروا التراث إيه بتعمل عربي ومن هنا ظهرت البهائية والقديانية والقنوات الأحمدية اللي بيمولوها علشان هو ده فكره ليه لأنه بيخدمهم أما تقول على هذه الأديان كلها إنها حق والتوحيد أن تعبد هذه الأديان كلها وتعبد هذه الأليها جميعا على إن ربنا تجلى فيها هذا معنى لا موجود إلا الله حتى إنه كان يقول فإن أعبد حقا وإن الله مولانا شيء جميل وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان يعني الإنسان هو الله هو المعبود بحق ليه لأن ربنا هو اللي تلع فيه وتجلى فيه شفت الفكرة فلا تحجب بإنسان أو أتقول ده هو إنسان لا ده هو ربنا بس ظهر في سورة إيه فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك إيه برهانا فكن حقا يعني إله وكن خلقا الصورة اللي تلع فيه تكن بالله رحمان شوف الله بات الشاء هدم للدين تحت مسمى لا إله لله قلت لك لا معبود إحنا بقول لا معبود بالحق إلى الله وفي بقول لا خلقا إلى الله هو بقول لا موجود إلا الله فإن أعبد الحق وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا وحييجي وقتهم إن شاء الله جايلهم الوقت اللي نتكلم فيه بالتفصيل لأننا عشنا مع هؤلاء الناس فترة طويلة في رسلت الدكتوراه رسلت الدكتوراه كانت عبارة عن معجم مصطلحات الصوفية كان أغلبها مصطلحات النعربي ده شفت أيام وليالي عليه من الله ما يستحب آخر ناس بها في معنى لا إله إلى الله أنا بشرحكم إن أعرف إنما بتقرأوا الكلام ده حينتجوا فيه صعوبة اللي هو لا فيهمتوا يعني إيه لا موجودة إلى الله من إله كده إن عربي أولات الصوفي أصحاب وحية الوجود طولت عليكم أخلص بس بقي أن نتحدث عن مين الفلاسفة بيقولوا لا إله إلا الله معناها عندهم لا علة إلا الله علة إيه حكاة العلة دي طيب إلى أول نرجع اللي فان مش روف أنتم فاكرين ولا نسيت أنا مش حسأل على لا إله إلا الله أنا حسأل على المصطلحات اللي أطلقت على علم العقيدة أو علم التوحيد أول واحد علم التوحيد والتاني علم العقيدة والتالت الفقه الأكبر أنت بتزيلك مجربي بتقولي يا صبر الفقه الأكبر الرابع السنة والخامس الإيمان والسادس أصول الدين والسابع الشريعة والثامن علم الكلام وعارفين بقى دا جاي منين المصطلح دا ومن اللي قاله والكتام الخلفي طب لا إله إلا الله معناها عند السلف إيه؟ لا معبودة بحق لله لا معبودة بحق لله وعند الخلف المتكلمين لا خالفة إلا الله وعند عغلات الصفية لا معبودة وعند فلاسفة لا علة إلا الله عظيم كلمة لا علة إلا الله بيقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى هو العلة الأولى وليس بمعلوم أتكلم لكم ببساطة خالص بنظام الفلاحين لهم أحد بيخوا وردوا طول معمود سلوه سهل قوي قوي تحس إن واحد فلاح قاعد معاك وبيشرح يا عم جزاك الله خير الأمار والفلاحين وحيين ناكلنا ولاد فلاحين بس أهم حاجة تفف بل لو تكلمتوا لغة عربية فصحة والواحد يستطيع أن يتكلم واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش إن شاء الله ما يفهم بل إحنا عزينكم تفهموا فعشان كده حضروا لكم مسأل بنظام الفلاحين سلوه على رسول الله حكاية العلة والمعلوم ده أصلا في الأصل بيطلق على السبب والنتيجة يعني الواحد بيحط البزرة في الأرض البزرة دي سموها سبب تطلع نبتة الزرع أو النبتة النبتة يسموها نتيجة سببها البزرة يبقى البزرة سبب والنبتة نتيجة واضحة دي ولا صعب ما فيش فلاحين بعد كده تحط البزرة في الأرض تطلع نبتة البزرة يسموها علة أو سبب النبتة يسموها نتيجة أو معلوم فالعلة تؤدي إلى معلوم أو السبب يؤدي إلى نتيجة طب النبتة نفسها انقلبت وأصبحت علة فأزهر الثمرة فالثمرة نتيجة والنبتة إيه؟ سبب والنبتة كانت نتيجة والبزرة سبب فأي بقول لك اشيل كلمة سبب ونتيجة وحط علة وإيه ومعلوم واضحة دي يا خلي صبر لأنت مينفعش بقى النظام خالص أنا بقول لك كلمة سبب بزرة مش البزرة سبب في تطلع النبتة صح كده يبقى النبتة دي اسمها نتيجة للسبب ما عرفش هزرع يا ابني وحط أشوف الزرع موجود اللي لما ابدر الأول تبدر الأول يطلع النبتة والنباب فالنبتة نتيجة لوجود السبب وجد البزرة هنقول كلمة سبب نشيلها ونحط مكانها علة والنتيجة نحط مكانها معلوم صح كده طيب البزرة هتبقى اسمع علة بقى شوف كلمة سبب وحط البزرة والنبتة معلوم طب النبتة انقلبت وأصبحت علة والثمرة معلوم والثمرة أصبحت علة علة لوجود البزرة جواهه افهم ما السمرة دي حتى لايجوا بزرة يبقى كل نتيجة كان قبلها سبب أو كل معلول قبله علة وكل علة كانت معلول قبله علة وهكذا فتتوالى العوال سموها الدنيا دنيا أسباب قولك هذه الدنيا دنيا أسباب أو خذ بالأسباب الأخذ بالأسباب على أساس انك تاخد بالأسباب المؤدية إلى النتائج لأن انت مش هتصل النتيجة إلا إذا أخذت بالأسباب طب من اللي خلق البزرة أسمع ومين اللي خلق النبت الله بس ربنا مش هيخلالك النبت ألا ما تاخد بالأسباب واجب البزرة اللي خلقها الأول وتحطها ورد حنوطة دي يبقى مين اللي خلق اللي علة مين اللي خلق الأسباب لكن ربنا نفسه سبب أدى إلى نتيجة لا هو خالق السبب والنتيج فالفلاسفة عايزين يعملوا ربنا العلة الأولى زي البزرة اللي طلعت النبت نقول لهم لا ربنا ما هوش علة ربنا خلق العلل وخلق الأسباب فهذه الأشياء عبارة عن أسباب وعلل اللي خلقها مين الله عز وجل فربنا ما هوش سبب ولذلك قال لم يلد ولم يولد كلمة لم يلد ولم يولد انتوا بتبصوا بس المعنى التولد لا لم يلد ولم يولد يعني لا يخضع للأسباب والعلل فليس بمولود لأن ما لهش والد فالوالد علة والمولود معلول مش الوالد سبب في وجود الولد الأب بسبب في وجود الولد انتوا الكلام صعب ولم يلد فيه ولد بيجي من غير أب ها خلي بالك ما فيش حد بيه لكن لو شاء الله أوجده عشان يبين لك انه ما هوش علة من ضمن العلل زي ما الفلاسفة بيفهم ده مذهب الفلاسفة المعقل اللي ما يتفهم شلب عزاب هي دي الكلمة اللي أقول لك عليه ان ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق العلل ولذلك يقول لك ايه وعلة كل شيء صنعه ولا علة ليصنعه وقال العبارة دي لواحد صوف من أئمة السلف الصالح وعلة كل شيء صنعه يعني بصناعته للأشياء صنع العلل لكن هو نفسه ما هوش علة فالفلاسفة أقول لك هو العلة الأولى التي صدرت عنها العلل كلها نقول ربنا ما هوش علة إنما خلق الأشياء وخلق الأسباب من فوق عطشه ولا يخضع لنظام التولد اللي مشي على الحياة فربنا سبحانه وتعالى قال كل هو الله أحد الله ايه الصمر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنة يبقى الفلاسفة يقولوا لا إله إلا الله معنىها ايه لا علة إلا الله والكلام ده كلام باطن يبقى مش كل واحد بيقول لا إله إلا الله معناها لا معهودة بحق إلا الله السلف بس هم اللي عبروا عن منهج أهل السنة والجماعة اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله إسعى سلم إن التوحيد معناه توحيد إيه العبادة ما خلصناش الورع لازم يخلص هاخد كمان عشر داية تصبر ولا لازم نخلص المنهج أننا حاطت أصول بنمشي عليها فأنا مش عايز نسيبها كده ونعد إن كان يعني هختصر إلى قدر الاستطاعة وإن كان في حاجة نتكلم فيها المحاضرة الجاي يبقى المعنى الأول لا إله إلا الله عند السلف أو المعنى لا إله عند السلف إيه لا معبود بحق عند الخلف عند الصوفية الغلاة عند الفلاسفة الله يكرمكم يبارك فيكم التوحيد تم نوع تمانية إيه دي المصطلحات اللي أطلقها تعلم التوحيد بقى لو سمعك حد ما يخلط نقول تمانية نحن عدين من الشكل على ثلاثة نحن نقول تمانية صلوا على رسول الله لا سيدة والسلام التوحيد يصنفه تصنيفا كنت يا ابن بيتها دا أخطه بجد من باب بيان ما في الكتاب والسلم تصنيف التوحيد يصنف إلى نوعين أو ثلاثة يعني واحد يقولك التوحيد يا شيخ أنا اسمع دعاه يقوله التوحيد نوعين توحيد نوعين يقولك لا التوحيد ثلاثة وأنواع فهو اثنين ولا ثلاثة واثنين ليه وتلاثة ليه والصحابة كانوا يعرفوا الكلام دا ولا معرفوش وإيه السبب في أنه يطلع نوعين أو ثلاثة وإيه امتى حصل أخي بلك ازاي الكلام دا كله لازم نعرف مهمة المعلومة مش كده مهمة جدا نعم التوحيد نوعان النوع الأول عده معايا بقى له عدة مصطلحات أطلقت في الشرع وأظن قلتها حاجة زي كده مش كده برضو اللي بدأ بالخبر وباب الأمر التوحيد اللي أطلق في باب الأمر يسموه توحيد الغاية فاكرين ولا إيه ولا مقولتش كلامي قلت تبعدوا معايا فاي بريحوني بقى كده توحيد الغاية وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة وتوحيد الشرع والقدر كامل وقتي ستة هما ستة نعدهم تاني المصطلحات دي أنا جمعتها بالتتبع يعني مش هتلاقها في كتاب بس هتلاقها في كتاب اللي احنا عملنا له بتاع المختصر المفيد في علل تصنيف التوحيد جمعناها من ترس أهل العلم اللي تكلموا في معتقد السلف الصالح على مدر التاميخ فيستخدموا هذه المصطلحات للتعبير عن النوع الأول من أنواع التوحيد اللي هو توحيد العبادة سموه توحيد الغاية توحيد إيه الغاية أو توحيد الشرع الألوهية أو الإلهية لبنين صح الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد قصد والطلب أو توحيد الشرع والقدر أو توحيد الإرادة ستة أسماء اللي أنا جمعتها ستة أسماء طب من يعدهم لبقى أنا عايز أعرفهم نعدهم مع بقى أنا عايزكم تحفظوهم واحد واحد كده الله يبريك فيه أبص عندي كده جايز ألتقت معلومة ولا حاجة حافظهم والله يتبقوا توحيد العبادة توحيد الألوهية تعالي 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 أنت حكي نحن يديك الجايزة مدري تعالي الله يكرمك أنت اسمك إيه يوسف ربنا يبريك فيه أنا أقول لكم على حاجة أبنى يوسف يتكلم واحدة من الأخوات ربنا يبريك فيها اتصلت علي بتقول لي ممكن يا شيخ تسمح لي أنني ما عملش الأبحاث لمدة أسبوعين أو ثلاثة عشان عنده امتحانات فقالت لها يا ابنة نسمح لك ما اسمحش ليه أخبرك إزاي خير إيه يعني في كلية إيه قلت لي أنا بدرس مش في كلية أنا في تاني إعدادي في تاني إعدادي وانت عملت أبحاث قالت إيو أنا عملت بحثين وبعدتوا وبعدتم على المنتدى ولا بالإيمين في تاني إعداد وفاهم الكلام ده قالت والله يفهم كل حاجة وبكتب ووعمل بحث ما شاء الله في تاني إعدادي في تاني إعدادي يعني اعداد المسألة صعباً واحد لكن كونوا يستعب لك انما شفتتين بقلتين معذورة لأخت صحية ربنا يبارك فيه قولي يا حبيبي يالله توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الغاية، توحيد الشعر والقدر الله يبارك فيك ويبارك فيه أهلك، اللهم أمين انت قلتهم بسرعة لكن يالله زي بعض ربنا يبارك فيه، أنا عايز أجيب لك يدية من إشعال ما فيش كتاب كده لك يدية عندها جبالك في المرة الجالية ها؟ لا العصير مش ده الإكرام المطلوب ها؟ فيه استوارات موجودة؟ هاتل استوارات دلوا استوارة ولا حاجة؟ هو حفوزهم من المرة اللي فاتت طبعاً، ده معناه ان فيه ناس بتحرص ما شاء الله علماء بيزد الله تعالى ربنا يبارك فيه، طب عدهم معايا تاني بقى أصلي نسيت توحيد المصطلحات بتطلق على نوع الأول توحيد الغاية، توحيد الألوهية، وتوحيد العباد، وتوحيد الشرع والقضى، والقصد والطلب، وتوحيد الإراد أنا أصدي بقى في المحاضرة دي يقول لكم ليه سموه بالأسماء دي؟ سموا توحيد الغاية على اعتبار إنه ده الغاية اللي ربنا قال فيها وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وكذلك توحيد العباد، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يبقى سمي توحيد العبادة، وتوحيد الغاية طب سموه توحيد القصد والطلب ليه؟ لإني بيتعلق بنية الإنسان في الحياة، يعني أي نية الإنسان في الحياة؟ الرسول عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنية حديث عمر الخطاب، وإنما لكل مرئين ما نوعه، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى مرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه فده متعلق بقصدك، وطلبك في الحياة، أو ما يطلب منك شرع، حتنفذ ولا لا لأن لو الرسول عليه السلام جاء إلى الناس، وقال لهم صدقوني في خبر الله، فصدقوه ولم يكلفهم بأوامر الله وتشريعاته، أخي بألك إزاي؟ وطرقهم على ما هم عليه، يعبدون الأوسان والأصناء، مكة حتتغير والإسلام حينتشر بالشكل اللي شفنا؟ يبقى قضية الإيمان مش بس، يقول لك الإيمان موجود في القلب، أو تصدق بالقلب وقول اللسان، لا لازم عمل الجوارح والأركاد، أن تخضع في العبادة لأن بعض الناس يقول لك الإيمان طالما هو صدق بقلبه، وقال لا إله إلا الله بلساني، خلاص، طب لو كان الرسول آل للناس كلهم كده، وكلهم قالوا لا إله إلا الله، وما حد يستجاب لرسول الله سلم بالعمل، كان حد يهاجر المدينة؟ كان في حد منهم حيدخل في الإسلام ويقاتل في سبيل الله ويفتح الدنيا؟ كانت مكة حتيبة على ما هي، يبقى ده مش دين توحيد بقى؟ إنما التوحيد في الاستجابة والعبادة والعمل، هو ده الواقع، فالإيمان تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، على فكرة نشرح أركان الإيمان في معهد عثمان بن عفان، يوم السبت، فعندنا محاضرتين في أركان الإيمان، وما تعلق موضوع الإيمان لأن الموضوع بعض الإخوة ألحه في طلبي، فقولنا نشرح القضية، يعني اللي يرغب منكم في الحضور يبقى كويس، المسجد العثماني النعفان، بعدها بقى إخواننا موجود في سوق السراميك، لعلكم هنا في عين شمس برد، يوم السبت بين الموضوع والإيشان، طيب، يبقى سموه توحيد القصد والطلب لأنه يتعلق بنية الإنسان في الحياة، وقصده، طيب سموه بتوحيده تاني؟ الألوهية، لأن معنى لا إله إلا الله عند السلف لا معبود بحق إلا الله، يبقى هو توحيد العبادة والغاية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد القصد والطلب، سموه توحيد الإرادة، سموه توحيد الإرادة ليه؟ على فكرة دي كانت عزال الوحدة نص ساعة، بس أنا أختصر اختصر شديد، لأن من وحد الله في العبادة تطابقت إرادته مع إرادة الله الشرعية، مع إرادة الله الكونية، أحفظوها كده لغاية ما يجيه وقتا لي، لأن معتش فيها نفس إن أنا أشرحها، كيف هي عزة بعشان أشرح لكم بالراحة بالأسلوب الفلاحين اللي تعرفينه دي؟ أخبرك إزاي؟ أعيش شوي، تطابقت فيها إرادة العبد، ونيته، مع إرادة الله الشرعية، إرادة الله الشرعية لأوامر والأحكام التكلفية، انطبقت وانضبطت عليه، وتنضبط طلقائياً مع إرادة الله الكونية، لما شئته، هنا يحصل فيه توافق بين الإرادات، الإرادة العبد، مع الإرادة الشرعية، مع الإرادة الكونية، فلما تتوافق الإرادات، يظهر مصطلح التوفيق، ولهذا وفقه الله، لأن الإرادة الكونية وافقت الشرعية، وتوافقت مع إرادة العبد، إرادة العبد، توافقت معها بثلاثة، ولذلك يقول لك إيه؟ السهل ابن عبد الله التستوري، اللي قلت لكم عليهم شوي، مات سنة 298 على ما أصبح، تمام، تلاتة وتسعين، تلاتة وتسعين كويس، متين تلاتة وتسعين، واحد جيس أقول له إيه؟ ما تقول في من قال أنا كالباب، لا أتحرك إلا أن يحركون، قلت لك أنا عامل زي ضلفة الباب، في الحياة عامل زي ضلفة الباب، لا أتحرك إلا أن يحركون، يعني أقول أنا ماشي وفق مراد الله، منضبط عليه، لا روح يمين وإشمال ولا خالف إرادة ربنا سبحانه وتعالى، كلام ديه؟ رأيك في إيه؟ بل ما تقول في من قال أنا كالباب، لا أتحرك إلا أن يحركون، فقال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق؟ يا صديق، يا إيه؟ يا زنديق، كلام راقي أوي، الصديق اللي وافقت إرادته إرادة الله الشرعي، اللي هو الشرع، وتوافق مع إرادة الله الكونية لأن كل ما قدره الله يقع، يبقى هو لا يتحرك إلا على مراد الله الشرع، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الحديث القدسي قال، وما تقرب إلي عبدي بشيء، أحب إلي ما افترضت عليه، إلى أن قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى تحبه، فإذا أحببته، أو كنت سمعه، الذي أي وفقه الله في سمعي فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وهذه قمة الطعو الإيمان، اللي هو الصديق، إنما الزنديق يخالف شرع الله، ويقول لك أنا والله بعمل إن ربنا سبحانه وتعالى شابه، يسرأ، ويقتل، وينهب، يقول لك الله دي مشيئة ربنا يا شيخ، حتى تعتبر على مشيئة ربنا، زي الحرام اللي جاء له عمر بن الخطاب، يقول له سرأت ليه، قال له مشيئة ربنا، يردته، قال له وأنا أقطع يدك بمشيئة الله وأردته، وما أنت هتقول لي يردته، ده الزندقة بقى هو، إن يسرأ وينهب، يقول لك الله دي مشيئة ربنا، تعرفين الجماعة الجابرية دول، كان ظهر مذهب زي كده، في أيام الصحابة، أو في نهاية عصر الصحابة، كان عبد الله بن عباس بيدعو طبعا إلى مذهب السلف، ولابد الأخذ بأدية القرآن، فظهر مذهب الجابرية، ففي واحد من الناس دخل على أهلي فجأة، فوجد رجلا من رفقائهم كانوا على مذهب الجابرية، اللي بيحتاجوا بالمشيئة على طول على معاصيهم، فوجد رجلا من عمرتي، فهم أن يأخذ بالسيف اللي يقتله، فامرته قلت له، إيه، استنى، تعمل إيه، أتركت التوحيد، وذهبت خلف مذهب من عباس، ألا تعلم أن كل شيء بقضايا المقدر، فقال توبتوا إلى الله، أحتاج على قضاء الله وغضري، بقى واحد يعمل كده، وانت تقول لي لا ده مذهب التوحيد، توحيد إيه، فواحد لما يجي يسرق، أقول لك ويحتاج بقدر الله، أقول لك أنا على إرادة الله، إذا يضل في تلباب لا أتحرك إلا أني حلكني، طب ما تتحركش بقى، لما يتباحوك، ويقتلوك، وياخدو مالك، وفلوسك، ما تحاولش تشتكل، كله بقدر الله، أن التوحيد، سمي توحيد الإرادة، عشان توافق العبد مع إرادة الله الشرعية، والكونية ستقع ستقع، مشيت ربنا، علي وعليه، اخترت الطاعة، اخترت المعصية، وما تشاؤنا إلا إيه، أي شاء الله، عشان كده سموه توحيد الإرادة، كويس الخلصة بسرعة، أنا كنت عايز فصل فيها قوي، وأشرح كلام سهل من عبد الله، ولو كلام تاني بس إيه، ما بيش داعنا نقوله دلوقتي، خليها الوقتي تانية، آخر حاجة اللي هو في الأسماء دي، سمي توحيد إيه، الشرع والقدر، لأنه لا يسلم العبد، إلا إذا، آمن بقدر الله، وعمل بشرع الله، يعمل بالشرع، ويؤمن بالقدر، أن كلاً، سيقع وفق ما قدر رب العزة والجلال، ما ينفعش إليك أنا هعمل بالشرع، وأترك القدر، يقول لك أنا أخذ بالأسباب، لكن ما فيش قدر، يبقى دا تبع مذهب المعتزل القدرية، يقول لك لا أنا هاخذ، أؤمن بالقدر وأترك الشرع، يبقى مذهب جابري، النبى مذهب السلف، مذهب إيه، وسطية، أن تؤمن بشرع الله، أن تؤمن بقدر الله، وتعمل بإيه، بشرع الله، تأخذ بالأسباب، وتتوكل على الله، يبقى التوقع على الله، بدايته في الاعتماد على الله عز وجل، إن بيده المقادير، ثم الأخذ بالأسباب، ثم الرضا بالنتائج، فسموه توحيد الشرع والإيه والقدر، وعلى العموم له وقت آخر، نوع كم اسم إحنا قلناه؟ ست، عدوهم، يلا بسرعة، هتعدوهم ولا قبل ولا؟ توحيد الغاية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القز والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والقدر، النوع الثاني بقى، يسموه توحيد الوسيلة، وتوحيد إيه؟ العلم والخبر، وتوحيد المعرفة والإثباب، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفاء، توحيد الوسيلة، لأن المعرفة بهذا التوحيد حجة لأن تنفذ الغاية من خلق، ولا يكفي إثباته لدخول الجنة، يعني لو واحد قال لك أنا أومي بين ربنا خالق، وإنه له الأسماء ولو الصفاء، ولم يعبد الله عز وجل، ولم يوحد الله في العباد، يدخل الجنة؟ لا، هؤلاء اسموه؟ الوسيلة، توحيد، سمي توحيد الوسيلة، لأن إثباته لا يكفي لدخول الجنة، والإيمان به حجة على العبد لتنفيذ توحيد العبادة، رسول بيقول، رسول بيقول، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهَ، قال من أطاعني، أطاعني، مش آمن بإني في إله وفي خالق، وبالأسماء والصفات، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يبقى الإيمان بتوحيد الرلوبية والأسماء والصفات، سمي توحيد وسيلة على اعتبار أن الواحد، إذا وحد الله في هذا النوع من التوحيد، يبقى لازم ينفذ النوع الثاني، ماذا كده برضو يا إخواننا؟ اللي هو توحيد الغاية، وما توحيد الغاية؟ توحيد الغاية هو إيه؟ وما نحن نعد فيه؟ تقول لي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد إيه؟ الشرع والقدر، توحيد الإرادة، قز والطلب، متهبطوني، طيب، سمي، في كلام يقيم جميل، بس كنت على زخرة، يقول وأما توحيد الرنوبية الذي أقر به المسلم والكافر، وقرره أهل الكلام في كتبهن، فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم، كما بيّن ذلك سبحانه في كتاب الكريم في عيدة موابق، ولهذا كان حق الله على العباد، أو على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، واضح الكلام الوقتي؟ بسم الله، طيب، سمي توحيد العلم والخبر، ليه؟ لحظة، سموا توحيد ربال أسماء الصفات، توحيد العلم والخبر، لأن إثبت هذا النوع من التوحيد، ليس مبني على العقل وتقديم العقل على النقل، ولكن مبني على العلم بالأخبار التي جاءتنا عن الله عز وجل، يأتينا الخبر نصدقه، باب المعرفة بهذا النوع من التوحيد، العقل ولا الناقل، مسمعتش، عشان أعرف أسماء ربنا وأوصاف، وقضاء قدر، كل ما يتعلق بهذه الأشياء، أعرف عن طريق العقل ولا عن طريق الناقل، أسمع، إبقى العلم والخبر، وسمي توحيد المعرفة والإثبات على هذا الأساس، وهذه الإصراحات ظهرت كرد فعلا على كلام المعتزم، لأنهم قالوا التوحيد، توحيد بالعقل، كده نعرف، قالوا لا، التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات، عن طريق النقل، ليس عن طريق العقل، فلابد أصدق بالخبر، فطريق المعرفة أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، فسمي توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله عز وجل عن طريق إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته رسوله صلى سلم، وحن نعرف بعد كده من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فسمي توحيد المعرفة والإثبات، سمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنه مبني على أن تثبت ربوبية الله لخلقه، لأنه الخالق الذي ضبر الأشياء بتدبير الكوني والشرعي، إن معنى الربوبية يقوم على هذين الركنين، وحيي جواتها إن شاء الله عز وجل الحديث عن ذلك، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، لأنه ما فيش أي من الآيات، إلا وستجد أن هذه الآية إما فيها دعوة إلى توحيد العبادة، أو توحيد الربوبية، أو توحيد الأسماء والصفات، لحظة عشان أوضح لكم البحث، كل أمر، في الوقت البحث قلنا عبارة عن إيه؟ تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك، ما حدش يوم من مكانه، ولا يتحرك، غير لما نخلص الكلام، عشان حتى الإخوة يعرفوا جهزوا حالهم، شواهد أنواع التوحيد، إحنا قلنا، كلام ربنا، إما أخبار تتطلب التصديق أو أوامر تتطلب إيه؟ فلو لأت آية في جزء تبارك، هي من باب الخبر، تبقى شهد لتوحيد إيه؟ الوسيلة، هي من باب الأمر، يبقى شهد لتوحيد إيه؟ أمر تكليفي، شهد لتوحيد العبادة، خبر عن الله عز وجل، يبقى توحيد إيه؟ الوسيلة، أو الربوبية، والأسما والصفات، آية فيها اسم أو وصف، تبقى شهد التوحيد، الأسما والصفات، وهكذا، تستطيع أن تعملوا هذا البحث، وإن شاء الله عز وجل، اللي يعجز عن أخ في كرب، أرجو الدعاء له في آخر الدرس، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه، وأن يرفع البأس عنه، اللهم أمين، طيب، الله يبارك فيكم، نريد منكم بعض الأشياء المتعلقة بموضوع الموضوع، ما يلحقش بريد يا شيخ طهار، صلى على رسول الله، بعض الأشياء الأساسية التي ستفيدكم، أولاً، ما عز وجل؟ حاجة في عنا مطلوبة؟ أخي عمد كنبيوتر، بالمشافات دي، عمد السماء، طيب، أنا أشوفه وأعلن عنه، إن شاء الله عز وجل، بس أعد معه وأشوفه الأول، صلى الله عليه وسلم، هو يقوم، اللي يقوم بصصة البصالة بعين، ويجعل الأخ، اللي هو ساهم في الحاجة الدين، ربنا يبارك فيه إن شاء الله عز وجل، يعني أخي عرض جهاز كمبيوتر على ما يبدو سرعته كويسة، ممناسب بالنسبة للمواصفات اللي شايفها، وعرضه على، يعني سرعته من 800 الالف، الرمات مية ثمانية وعشرين، هاربسكي من عشر إلى عشرين، الشاشة ربعتاشر، خمسين جربوصة، وسعر الجهاز تقريباً من 330 جنيه إلى 290، ممتاز، ها؟ لا، نحن نتحدث عن خدمة لطلبة العلم، لا ننبيعش ولا نشتري، بس، لا، ليس وقته، ولا ذلك، عشان ما أقولوا خدمة لطلبة العلم، بالنسبة لبيع الشراء، الممنوع كلامنا، لكن يمكن أن يعلقوا إعلان برا، يعرفوا شكوه، دعني بس معاكم، عشان أوضح لكم السنة خطرة على الكريم، نحن في الموقع عملنا خدمة لطلبة العلم، ليس بس هنا عند الشمس، في العالم كله، المحاضرات تنزل تلقائياً، مصورة بالفيديو، وصوت للعزي يسمع، وموجودة مكتوبة، وفي حاجة جديدة عملناها في الموقع الجميلة جداً، أنهم حطوا بنك للأسئلة، سؤال ولو أربع إجابات والكمبيوتر اللي هيتعامل معاك، تختار الإجابة الصحة وقولك صحة ولا غلط، وإديك النتيجة في النهاية، فكل محاضرة من المحاضرات، ستجد أسئلة تخصها، سأقلق في الأسئلة وتعود عليها، عشان لما نعمل اختبار في الدورة، تعرف تجاو، وفي نفس الوقت ستساعدك في استعاب المادة، ودقة فهمها، شوية بشوية ستساعدك في أن تتسوي المحاضرات بشكل جيد، فدي موجودة استثمرون، أيضاً بالنسبة للأمر، الأبحاث ترفعها على الممتدى، بس براجاء، نحن نقول في أول وقت المحاضرة السادس، يعني المفروضة للبحث السادس، أنا دخلت قبل مجلكم، وصححت اللي قدرت عليه، كل يوم بصحح اللي قدر علينا بحاجة، وحطوا الدرجة على الموقع المباشرة، لا، دي اللي طرأت الرفع يسأل واحد يكون عاد، لكن اللي عايز أقول لكم عليه دلوقتي، مطلوب في البحث ان اتطور، أنا قلت ليه كل محاضرة بحث، على أساس ان انتو هتتعودوا من أول محاضرة اللي مش عارف يعرف اللي مش عارف يعرف، بتعمل مقدمة، البحث بكين مقدمة، عناصر هتتكلم عنه، بعد كده تفرد لكل عنصر، بعد كده تعمل خاتمة تلخص فيها اللي سبق والأفكار، بعد كده تذكر المراجع وثبتها، جنب كل فقرة بتقتبسها بتذكر الجزء والصفحة وبيانات المرجع، عايزين نعودكو على كده بكل بحث، أنا عارف ان في واحد مستواه كده ضعيف شوية، واحد كويس، بني دعيلوا من ربنا يوفى، لكن مع المحاضرة الستة لغاية العشر، الخمستاشر مش هننظر حد بعد، اللي هيبقى بحثه وعيش، هقول له بحثك وعيش ممكن نشيل، فعايزين الإخوة اللي هم لهم رغبة في اللي هم يساهمه، حتى على الأقل تبقى خطوة جيدة، وأول مرة تحصل على الانترنت ان يكون فيه التعليم مباشر كده على الموقع بحيث تعترض أبحاثك، وتتصحح وتعرف درقتك مباشرة وتلقائية، بحيث ان اخواننا اللي هم أهل العلم يحاولوا يعملوا الكلام ده في مواقعهم، وطلبتهم في الحديث، في الفقه، في أي حاجة، أضف إلى ذلك، احنا عايزين جدية في التعامل، يعني دلوقت تم لقى مثلا اللي نشروا على العشرين واحد، كانوا قبل كده يبعثوا، ده معناه ان فيه لسه ناس مش عارفة ترفع، ان شاء الله عز وجل رب نسمحة تعالى وفاه، احنا بنوفر الكتاب لطلبة العلم هنا، بنوفره لهم بسعر غير اللي موجود في المكتبات، فبعض الاخوة يأخذوا الكتاب من هنا، ورحوا يلزموا المكتبات بالأسعار اللي موجودة لطلبة العلم، الأخ يشتكي بتاع المكتب، قول للوقتي، يعني احنا بنعمل خدمة لطلبة العلم، يجي يعملون لنا ألف مكتبات، وينزمونا بهذا الأسعار، اللي عايز كتاب يجيبه منك، والراعي فيها ظروف طلبة العلم، فيعني احنا عايزين يكون فيه عقل، ورجحة عقل في التعامل مع إخواننا، لأن لهم أسباب في الرزق، فهمش عايزين نقطع هذه الأسباب بالنسبة لهم، اللي له السؤال، وأتمنى برضو تفعيل المبادرة والسماع، ولله السؤال يحاول يرفع على الموقع، وان شاء الله عز وجل نتابعه متابعة دقيقة، أنا حاكتفي بذلك، وان شاء الله عز وجل ننتقي في المحاضرة القادمة، عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها، للناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل جبال فلم تمين، أبداً بها أرض وتطوى أبحر، سبحان، سبحان رب العرش جل جلاله، عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها، لناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل جبال فلم تمين، أبداً بها أرض وتطوى أبحر، خلق الحياة كما أراد يفاصل، آيات في أكوانه ويدبر، آيات ربك يطمئن ويهتدي، بظهورها القلب النقي الأطهر، سبحان رب العرش جل جلاله، عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها، لناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل جبال فلم تمين، أبداً بها أرض وتطوى أبحر، سبحان رب العرش جل جلاله، عما يقول العابث المستهتر، سبحان من سمك السماء وزانها، لناظرين بما يروق ويبهر، سبحان من أرسل جبال فلم تمين، أبداً بها أرض وتطوى أبحر،